اسئلة واجوبة مايو الفين وتسعة عشر. انت ازفت يا بتاع البيانون وجعت دماغنا اهلا بكم حلقة الاسئلة الاجوبة بتاعتنا بتاعت مايو الفين وتسعة عشر. اه السؤال الاولاني جاي اه من موزة مورة بيقول ايه رائك في فكرة ان الجيتار الكلاسيك تجاب له Then ويتشغل عليه هل هي فكرة فشلة مش هدعم بالنفس جودة ولا عادي وشكرا لحضرتك اولا واخرا. اه باص يا سيدي. بالنسبة للجيتار الكلاسيك بيتجاب له في النواع بين المخصوصة للجيتار الاكوستك بسموها الاكوستك. في النوعين من تم بس مش لاكوستك يعني الاكوستك جيتار. قول يعني جيتار يعمل بصادة الصوت. فممكن تشغل عليه الجيتار الكلاسيك وممكن تشغل عليه الجتار الاكوستيك. غير الامب بتاع الالكتريك. طب ايه الفرق بين اتنين? الجتار الالكتريك الامب بتاعه بيبقى اه معالج بصفة معينة بحيس ان هو هيطلع صوت المايكات بتاعت الجتار بالمواصفات بتاعتها. ويطلع الصوت دوت اه شبه صوت معدني بيقدر اه الجهاز يعالجه. حتى كمان الامبات بيبقى فيها افكتات تشغل عليها او تقدر تخلي الصوت يبقى عالي بيسمون على السماعة نفسها فالصوت يعمل فالامبات بتاعت الجتار الالكتريك بتعمل النقطة دي. الامبات بتاعت الجتار بتحرس انها تطلع الصوت زي ما هو كده. وما بيبقاش فيه المعالجة الصوتية اللي تخلي الصوت المعدني يبقى صوت يطلع على سماعة جبيرة ويتكبر والكلام ده كل. فالمخصص اساسا الامب بتاع الجتار الكلاسيك انه يطلع الصوت زي ما هو. بس طبعا بيبقى فيه بعض الافكتات اللي بتبقى على الامب الكلاسيك. آآ منها الريفيرب ده مهم جدا انه بيحسسك بالفراغ اللي انت بتعزف فيه. يعني ممكن بتعمل بتاع قاعة. طبعا انت بتعزف اوضة صغيرة. وبالعصف بتاعك الافكت اللي موجود على الامب يحسسك انه هو في قاعة كبيرة. ده كويس بيدي تأثيرات حلوة. بالنسبة للناس اللي بتلعب بالجتار الكلاسيك هو مش هيقول لا. هيتعمل ما فيه سيجنال طلعة من الجتار الكلاسيك. بتخش البدال بتاع الديستورشن. وبيطلع الديستورشن. بس مش هيطلع طعمه زي الديستورشن اللي معمول بالجتار الالكتريك. السؤال التاني من الملحم بيقول عايز اعرف زي الجتار والعود خاصة زي ما احنا قلنا في السؤال اللي قبل كده بالنسبة للالات الاكوستيك. العود والجتار الكلاسيك دول اساسا والجتار الاكوستيك دول بيعتمدوا على علبة صوتية. الجتارات اللي بتعتمد على علبة صوتية الاوت بالبتاحها بيبقى مختلف خالص عن الجتارات اللي بتبقى آآ على آآ اوطار معدنية زي الجتار الالكتريك. ده ده سيستم تاني شوية. فهو بيعتمد على جودة الصوت اللي طالع من العلبة الصوتية. فالآآ اللي انت بتستعملها او اللي انت بتستعملها للآلات اللي هي زي الاكوستيك جتار او زي الكلاسي الجيتار. اه الريفيرب والايكو بيبقوا آآ يعني مشهورين جدا معاهم. ساعات ممكن تستعمل آآ ساعات كورس البدال الكورس لسه مشرحناهش بس هنشرحه شوية كده. آآ البدال الكورس وساعات بيستعملوا فبتلاقي الاربعة دول غالبا في كل آآ الانبات الكلاسيك اللي بتطلع عليه الصوت دوت. فانت هتلاقي فالاتر موجودة للجيتار الكلاسيك وبالنسبة للجيتار الاكوستيك والعود هيبقى منهم لانه هو بالزبط جيتار او جيتار كلاسيك وبيعتمد على العلبة صوتية. فالريفيرب بتهيقلي والايكو والكورس من اهم ثلاث افكتات انت ممكن تستعمله مع الالات دي. سؤال من بيفو بيفو بيقول الواحد نفسه يتعلم الهارموني بس يبدأ منين? يعني يعزف اكتر بالنغمة في نفس الوقت شكرا لك. آآ يا بيفو الهارموني زي ما احنا قلنا هو علم ان الالحانة اللي بتمشي مع بعضها تلات نغمات فيما فوق. كان في زمان علم تاني اسمه الكاونتر بوينت. الكاونتر بوينت. علم الكاونتر بوينت ده ماشي ان فيه لحنين كانوا بيمشوهم مع بعض. ودي قواعد في الكاونتر بوينت. بس طبعا بعد علم الهارموني الجديد اللي طرع ده اختفى بقى علم من علوم القرون الوسطى. لانه تطور بقى علم الهارموني اللي هو حركة نغمات تلاتة في كرد او في مجموعة آآ نغمات بتتعزف مع بعضيها وبتحركوا بقى مع بعض ده بيسموه علم الهارموني. احنا بدأنا الحصص بتاعتنا بتاعت الهارموني ياريت تتبعها. في كتب كتيرة في الهارموني طبعا انك تبدأ تدرس. بس آآ لازم تدرس الاول السلم الموسيقى النوت بتاعت المدرج الموسيقي ولازم تدرس نوتا. عشان الطريقة الوحيدة اللي هيدون لك بيها المسائل بتاعت الهارموني هي بانك انت بتكتبها على نوتا. هتحلها ازاي من غير ما تعرف النغمات دي دو دي ري ودي سؤال من احمد بيومي بيقول انا كنت بسأل حضرتك انا بعرف اقرانوتا وبعرف اميز مقامات الاغنية والدرجة بتاعتها وبطلع السولو. بس مش بعرف اطلع الكردات المناسبة معيني باب اعرف كردات الدرجة والمقام بالذات. الاغاني القديمة. آآ بص يا بو حميد. عشان تطلع كردات الاغنية. اللي بيحصل انك انت الاول لازم تحدد السلم اللي على الاغنية. انت بتقول انت تعرف سلال مقامات. فانت حدد السلم اللي عندي سلم دو مجير سلم لو مجير. فانت انت عارف معلومة ان السلم المجير اول درجة فيه بتبقى مجير. تاني درجة منير. تالت درجة يعني الكردات بتاعت اول سلم يعني سلم دو مجير دو ري مي. اول كرد اللي هو بتاع الدرجة الاولى دو هيبقى دو مجير. تاني كرد الري هيبقى ري منير. تالت كرد المي مي منير. فانت عرفت الكردات السلم اللي معمولة عليه الاغنية دي. طيب اللي بيحصل انك انت بتاعزف الميلودي بتاعت الاغنية دي على السلم بتاعك. انت على حد دنت السلمة. وبتعزفها بتاعزف الاغنية. اعزفها الميلودي. الوقت اللي انت مع العد بتاعك تحس ان فيه ركوز يعني انت عايز تنزل بكورد. اتغير اللحن. اتغير اللحن وانت عايز تنزل بركوز كورد هنا مختلف. بتشوف النوتة اللي انت وقفت عليها. وتشوف النوتة ديت في سيستم الكوردات بتاعت السلم بتاعك. تبقى ايه? مجير مينير. فتبتت تعمل بقى الموضوع كده. طبعا مش كل ما كترت الكوردات كل ما بقى احسن. لا طبعا هو الموضوع مش بالكيلو. هو الموضوع بانك انت تشوف الركوز اللي انت حاسس ان لازم يتغير الهارموني ورا اللحن في اللحظة دي ايه? وتعمل بتاع الكوردات دي. خطوة تانية بقى تيجي تحسن بقى. تيجي تسمع. وبودنا كده تقول اه بس انا ممكن ما استعملش الكورد ده هنا. انا ممكن استعمل الكورد ده لان الكورد ده في نغمة ري برضو. يعني في رغم في كورد اسمه ري مينير. ري فا لا. واخد بالك وفي كمان في كورد اسمه فا لا دو. ده واخد بالك فالفا واللا مشتركين في الكوردين دول. طب مين فيهم اللي انت تحطه? يدي طعم حلو وعميق للحط الهارمون اللي انت عملت دي. فانت ده بيبقى اختيار. مفيش صح وغلط فيه. مفيش صح وغلط فيه. بس في هارموني تسمعه تقول حلو الله. وفي واحد مسك الكورد بتاع مثلا المقام كورد واحد بس ومشي طول الاغناء. هو الكورد مش هيقول لأ. هو ماشي مع اللحنة يعني مش مش هيقول لأ. بس انت سامع في مفيش اي تغيير خالص. فالناس هتمل الودن هتمل. فكل دوت تجربة وبالتراي والأرور زي ما بيقولوا في الانجليزي. آآ انك انت حد تجرب لغاية ما توصل لاحسن نتيجة ليك ومفيش صح وغلط فيها. انت بتقف على الركوز بتاعك وتحدد الكورد اللي انت عايز تقف عليه. السؤال من قبس ابراهيم بيقول البلوز دايما بيكون في السلالم الماينر. جميل ليه مقارنة مع السلالم الميجر. وسلالم الكوردات الفتحة. آآ وجهة نظر مني ما متأكد مية في المية. طيب يا سيدي انا هقول لك بقى فكرة تانية. تخيل لما تيجي تعزف الكورد الدو ميجر. دو ميجر بنتاتونيك. دو ميجر بنتاتونيك. افضل سلم تعزفه عليه وانت بتعزف على الكورد دو ميجر. يعني آآ البلوز الماينر بلوز آآ عادي زيها زي حاجة بس في ملحوظة ان السلم الماينر البنتاتونيك بيمشي حتى على بتاع البلوز اساسا اللي هناخد عليها برضو حلقة نعملها عشان نقوم نحدد اللي ايه يعني ايه اتناشر مزورة بلوز. آآ مش عارف انت انت حسيت ان البلوز الماينر حلو بالنسبة لك. في ناس تانية حاسة البلوز الماينر بالنسبة لها حلو برضو. وعلى فكرة هو الماينر والميجر اللي اتنين يعني بيشتركوا هي نقطة واحدة هتختلف يعني انك انت هتبدأ منها ودي هتبدأ منها وتنتهي عليها. فيعني ما اعتقدش ان في حاجة اسمها الماينر بلوز افضل لان حتى كمان انت بتعزف كوردات البلوز يعني مسلا كوردات بلوز بتبدأوا بديو ميجر. سي ميجر سي ميجر اف ميجر اف ميجر. انت بدأت من سلم من سي ميجر. بس السلم اللي انت بتلعبه عليه كسولو ممكن ما هو ليه عيلة عيلة السلالم بتاعة السي ميجر هي هي نفس العيلة بتاعة اللاماينر بتاعه. فمش هتفرق كتير يا. بيسألني بيقول ما هو جدول تدريبك اليومي على الجتار. آآ بصراحة آآ اختلف جدول تدريبي في حياتي. يعني اما كنت صغير وكنت بعزف مسلا في فرقة موسيقية. كنت بعزف فرقة كل يوم تخيل? يعني كل يوم كنت اعزف مزيجة تلات او اربع ساعات. فكان كنت بروح حتى كمان قبل البرنامج بساعة. يعني اروح او بساعة ونصف قبل ما ابدأ عزف. واعود الساعة ديت امسك سلالم اعزف سلالم واحفظها على مصدرات الجتار واتمرنا عليها وكوردات اتعلم كوردات. واتعلم مسلا كنت بعمل لحنة او كنت بعمل حاجة اتعلم جزء بتاع لحنة او ابنية احنا كنا بنعملها مع الفرقة مسلا. فكان حبي بحولي ساعة تقريبا في اليوم مقسمها التقسيمة دي. بس كانت اهم حاجات عندي كانت السلالم والكوردات واللحن اللي انا كنت هبقى بعزفه او المقطوع اللي كنا هنعزفها وانا جهستها مسلا. آآ عدت في الموضوع ده سنين يعني سنتين تلاتة بتمرر نفس التدريب دوت. بعد كده ابتدت حجم التدريب يقل طول ما انت بتشتغل. يعني كنت ما تشغل في المزيكة ما انت بتعزف ساعتين تلاتة في اليوم مزيكة. طبعا ما بتعزف ساعتين تلاتة في اليوم بيبقى فيها مقطوعات فيها تبتدي انت تجرب في حاجة جديدة تبتدي تعمل حاجة جديدة فكرة جديدة تطلع فكرة موسيقية وتعزفها مع اللي عازفين اصحابك في الفرقة فتبت بتتطلعوا مشروع ليك وانتو. فده تدريب وقت محسوب يعني كنا ساعت بنقعد في بروفا خمس ست ساعات. فكنت بستمتع جدا بالوقت مش حاس ان هو بيعدي بسرعة جدا. ماشي حاس ان هو بطيء. ان انا سي خمس ست ساعات تدريب بس بتعزفهم في بروفا مع فرقة. كنت بقى موسود جدا بالموضوع دوت. فالافضل لاي عازف انه على الاقل يخصص مش هقول يا عم ساعة. لو خصص حتى نص ساعة من وقتك كل يوم تتمرن تمرنات على الجتار تخصص في عشر دقايق سلالم عشر دقايق كردات وعشر دقايق تنين تنوع بقى بين اي حاجة تانية. يعني مقطوعة مسلا بتعزفها او اه وطبعا المقطوعة اللي انت بتعزفها ممكن ما تعزفهاش كلها في الليلة. انت ممكن تعمل كل يوم تلات اربع موازير منها بس تحلها وتتمرن عليها. وبكرة تاخد تلات اربع موازير تاني. بقى في خلال اسبوعين هتلاقي صفحتين. المقطوعة صفحتين انت عملتها يعني. فبالتوفيق. زلطان سيف بيقول بيقول هل ينفع طاطية الجتار لتغيير لونه ولا مضر للجتار. بص يا زعيم انت لو قفلت المسام بتاعة الخشب بتاعة الجتار. الجتار الالكتريك عادة ما فيهوش مشاكل كتيرة لان بصراحة خمسة وتسعين في المية من صوت الجتار الالكتريك هيطلع من المايكات بتاعته. بس انت هتكتب برضو الخشب بتاعك بتاع الجتار يعني الخمسة في المية دي برضو مش مش موصوق فيه يعني. اه لو جتار انسى خالص يعني ما ما تغطيش الجتار الكلاسيك باي اه سكين ولا اي الوان ولا تدهينه انت حتى بنفسك. عشان ما تقفلش مسامه يبقى بالنسبة لك طوبة. هيبقى طوبة جنبك مش طرف تعزفه. الاكوستيك معتمد على جودة الخشب والعربة الصوتية مية في المية. واخد بالك الجتار الالكتريك خمسة وتسعين في المية من الصوت طالع من اللي جواه والمايكات بتاعته دي ما فيهاش يزار يعني. الخمسة في المية ناس بتختلف عليها بقى انه يقول لك الخشب بيفرق ما بيفرقش. انه يعني اه عايز تحط عليه عايز تغير لون ومش مشكلة يعني ايش هتفرق كتير قوي في الجتار الالكتريك. سؤال من شوان سعدي حسن ازاي اعرف انا وصلت فين بالعصف من بين مشاهير الجتار? وحضرتك بينهم الله حفظك يا عمان يا رجل غلبان. هل فيه وسطة او اداء او اداء تسمعنا فيها تقدر تقايم من خلالها عصفنا وتقول لنا نعملو ما نعملوش. يا ريت تعمل صفحة بالفيسبوك. في صفحة في الفيسبوك هتلاقيها حتى على الفيديوهات الحديثة اللي احنا عملناها. هتلاقي اللينك بتاع الصفحة ديت. ولو عايز تبعت على بتاعها حاجة انا هسمعها طبعا وبرد على الناس اللي بتبعتلي. ولكن انا بفكر بقى فكرة تانية. انا بفكر في فكرة تانية ان احنا انا يعني لسه ما اختمرتش يعني في بالي. ان انا هعمل حاجة كده ان انا هسألكم تعزفوا على حاجة معينة انا عملتها. او كردات معينة او مقطوعة او معرفش لسه هعمل هي يعني. بس هطلب منكم ان كل حد يعمل المحاولة بتاعته ويبعدتها ونعرض المحاولات ونشوف ايه اللي حصل فيها صح والغلط ايه. ماشي كده? سؤال من احمد صلاح بيقول آآ نفس فجتار لحد تلات تلاف جنيه المبتدئ ويكون فيه آآ التعليم من زيرو لاني مش هيكون معايا مليم اخد كورس. واقع ان آآ ابو حميد عنده بجت محدودة للجتار. ما كلنا عندنا بجت محدودة لكل حاجة في حياتنا. انت دل وقت بجت محدودة لابل الجتار بعد كده تبقى البجت محدودة انت اخد شقة فين وهكذا الحياة تفضل كده يعني ما تفتكرش ان حد حياته سهل يعني. بص يا سيدي. تلات تلاف جنيه مصري دول بيت هيقلي ممكن يجيبوه لك جتار الكترك حلو جدا. آآ يعني ممكن في حدود الفين وتلتمية الفين وربعمية. لو عايزه مستعمل يبقى قل من كده كمان. واخد بالك بيتهيقلي كده يعني. فاآآ لو انت جيبت جيتار بال بال الفين وتلتمية دول وبتاع هتفضل معك رقم تاني ممكن تجيب بيه صغير تسمع بيه صوتك. واخد بالك. آآ بعد كده الدروس مهم موجودة على الانتريت ما احنا بنعمل يه دلوقتي على اليوتيوب ابدأ معانا في الكورس بتاعنا شوف الفيديوهات اللي تعملت في الاول ايه الزات في قايمة اسمها الاساسيات قايمة الاساسيات دي بتسمعها الاول عشان تعرف اساسيات الجيتار ايه بعد كده في قايمة تانية بتاعت الار جي تي بتدي فيها برضو كورس بتاع ما بادئ من مستوى التمهيدي في عندك قايمة للسلالم قايمة للكردات في قايمة للهارموني شوف ايه الهارموني شوف الحكاية وابدأ مع كل واحد يعني آآ كلهم مع بعض بس مش في نفس الوقت يعني يوم هيبقى تاخد هارموني يوم هتاخد سلالم يوم تاخد كوردات وهكذا بتبدأ تتحسن ان شاء الله يعني وبالتوفيق آآ محمد بيقول مليون شكر وتقدير لحضرتك على المجهود الوافر مخلص اللي بتقدمه لنا بكل اخلاص واجابة اولا انا اعايز اعلق على الشكر دوت انا متشكل جدا طبعا على شكرك دوت وعلى كل الناس اللي بتشكرني انا مش بتفضل عليكم بحاجة يعني انا بعمل اللي انا بعمله دوت لاني بحب الموسيقى ولما بتحب حاجة بتبقى متعاطف معها ومتعاطف مع الناس اللي عاوزة تحبها وبتحاول توضح لهم الحاجة ديت حلوة ازاي وتوري لهم الطريق فيها وطبعا انا مش عايز الناس تعاني زي ما انا عانيت واحنا صغيرين يعني كان في اوقات ما كناش لقييني المعلومات وبتاعة دلوقتي اليوتيوب قتحت لنا فرصة وانت عدك معلومة فاللي عنده معلومة يقدر يوديها للاخر عن طريق الوسائل ديت وهي طبعا كل ما انت ربنا كل ما انت تدي معلومة الحد ربنا يبعط لك المعلومات التانية فانا ما بتفضلش باللي عندي على حاجة اللي عندي دوت جالي من زي ما انا بتدهولها كده بروح حد برضو الدهولي فبالتوفيق دي اول حاجة سؤالي الجديد مش سؤال انما رجاء من حضرتك لو امكر حضرتك شرحتنا دوائر الخمسات والربعات ودي اما حاجة طبعا فقال من هارموني كما بينت سابقا حضرتك ينفع لو التكرم تاخد كل ما السلم من دائرة تطبق عليه عمليا باغنية او معزوفة من السلم حضرتك تقدر تختارها واتطبقها مع حضرتك كيه ده هيركز معانا كل سلم اكتر واكتر خلينا نحس الطعم وكل سلم واحساسه اكتر وقاسف على الاطالة وتحياتي وتقديري شخصان كريم تحياتي ليك يا محمد والله فكرة حلوة احنا ممكن نعمل لحن ويجيب اللحن الاول ونتدي نعمل له لهارموني عشان تعرفه الموضوع يعني اللي بعمله ازاي طريقتي يعني كل واحد ليه طبعا اسلوبه ولكن انا ممكن اقترح طريقة يعني وفعلاً ممكن نعمله كده بنسبة الكردات المتقدمة اه لا ده الكردات المتقدمة دي بقى قصة تانية اه كردات اساسا احنا بنتفقنا ان الكرد كوردات الباور كوردات الباور تبقى نبتين بس الكردات اللي عادية بتبقى تلات كوردات تلات نوات او اكثر يعني من الممكن يبقى لك اكتر طب اكتر لحد كم في الجتار ستة ما وبغير كده طبعا بيان وممكن عشرة. عشرة نوات تبقى في الكرد الواحد. ليه? لان عندك خمس صوابع هنا وخمس صوابع هنا. انما الجيتار احنا عندنا ستة اوتار بس. ستة اوتار بخمس صوابع. اغد بالك وحتى خمس صوابع واحد واقف وورا المصطرة فعندك اربعة بتقدر تلعبينه. فواحد هيمسك اكتر من وطر في وقت واحد والتلاتة التانين او الاتنين التانين هيعملوا اه اه شغل على بقية الاوتار. يعني فماكسيموم ست نوات هتبقى في الكوردات بتاعة الجيتار بتاعتنا. وبصراحة كده يعني حتى في الكوردات المتقدمة يادر انما هتلاقي كورد ست نوات يعني يعني يقل الكوردات البريبة لو انت بتعزفها في الاول يعني ابتديت تتعلم بريب وهتعزف ست او او اتار بقى كلهم تحرت بقى المصطرة عشان تطلع ست نوات الست نوات دول هتلاقي فيهم نوات متكررة فانت ممكن تستغلع عنها يعني. ولكن آآ كل ما بتتقدم في الجيتار اكتر كل ما بتقل لعدد النوت اللي انت بتعزفها بصوابعك على الجيتار لانك بتقدر تحكم في صوابع كويس او تحكم في صوابع كويس تعزف بالزبط الاوتار اللي انت هستطلع بها طعم الكرد دوت كردات الجاز بتبقى تلات اربعة خمس نوت بالكتير قوي اللي هي بقى الكردات الجاز الناس اللي بتتقدم وبتعزفها تبقى يديفوا عليها النغمة السبعة ويديفوا عليها الرابعة والتانية والتسعة يعني هناخد بقى بالتفصيل حاجات ديات كل ما نتقدم ان شاء الله في الكردات بتاعتنا وتابعنا في مستوى هتلاقي فيه الكلام ده برضا سؤال من حسام مصعب بيقول حبيبي استاذ العزيز هل من الممكن ان نحسن من صوتنا وكيف نختار الاغاني مناسبة لصوتنا مع العلم ان انا صوتي الثخين جدا وشكرا على جهودك بص يا سيدي كل صوت في الدنيا ليه مكان على السلم الموسيقى كل السلم الموسيقى اللي انت شايفه البيانو مفاتيح البيانو دي كلها في كل واحد ليه طبقة صوته ليه ركن معين على المفاتيح بتاعت البيانو دي او بتاعت الجيتار كل ما انت عملت الاغنية بتاعتك في الطبقة دية بتاعتك اللي انت تجدها اللي صوتك طالع فيها كل ما هيبقى كل حاجة تمام برضو اختيار نوع الاغاني برضو ما يجيش واحد صوته مسلا غليس يعني فيش صوت خين ورفعه فيه صوت طبقته منخفضة زي وفيه الطبقة متوسطة وفيه طبقة السوبرانو العالية الناس اللي مسلا طبقة ما ينفعش اغني اغني سوبرانو يعني بقى صوته يعني ما تنفعش يعني تغنيها ازاي دي والراجل بتاع السوبرانو ما نفعش اغني اغاني بتاعت الراجل بتاعت البيز بقى صوته مسرسع او بالنسباله فكل واحد بيغني الناس اجلب الناس يعني تشعين في المائة من البشر هتلاقيهم الطبقة الوسطى اللي هي السوبرانو دي هتلاقيه من الطبقة الوسطى الوسطى اللي هي ميدزو. اه حتى ميدزو بالبيطار يعني يعني الناس اللي هي في الوسط يعني. الناس السوبرانو صوتهم مسرسع قوي ولايلين جدا في البشر. بذات في الرجالة. الناس البيز قوي ولايلين جدا في البشر. وبرضو بيبقوا من الرجالة. اه مش عارف لو انت بتقول صوتك تخين اول هي ميزة ده ممكن تكون ميزة جامدة جدا. انك انت فعلا الطبقة بتاعتك دي نادرة. يعني اخد بالك فانت ما بتغني في الكرال اي كرال او اي كورس بيغني. بيبقى فيه ناس بتغني بيز وناس بتغني ميدزو وناس بتغني السوبرانو بتاع الحتة الدية. فانا هو انت طبقتك من البيز دي تبقى طبقتك نادرة. اي كرال هيفرح بيك يعني ما تكتئبش دي حال. تاني حاجة بقى السؤال بتاعتك اجابته انك انت بتختار بس الاغنية تصورها في السلم اللي انت هتقدر تعمله منها يعني. بعض الاغاني بتتعامل بتكتب لسوبرانو بتكتب لناس صوتها مسرسع وبتاع مش عارب ايه. فما تيجي تنقلها وتصورها للسلم بتاعك تطلع مسخة. مش هتطلع طعمها كده. وفي ناس بالذات بكتوبة للناس طبقة صوتها وما بتتعليها وتعملها بتبقى كأنك سمعت اغنية مش مش مزبوطة. شريت سافف. فهي كل واحد بيكتب الاغنية اللي في خياله من المؤلفين للطبقة المعينة اللي هو عاملها ديت. يعني اغنية ستات هيغنيها ستات. اغنية الرجال هيغنيها رجالة لو تصورت تلقى طعمها مختلف شوية. لو انت متصور صوتك وحش طب اسمع بقى اغاني اه فنان كبير راحل الله يرحمه. الفنان محمد نوح. الفنان محمد نوح صوته كان اوحش من اصواتنا احنا بنتكلم عادي يعني. ولكن ولكن اسمع صوت اغاني محمد نوح. واسمع الحماس اللي بيدها لك في الاغاني بتاعته والجمال اللي بيعمله مع الالات والتوزيع اللي هو عامله. فحدي لك فكرة جديدة ان موضوع الترب بتاع امانيا اللي بتاع الاصوات الجميلة. ماشي موجود وكل حاجة بس في حاجة تانية خالص ما رسالة الغناء نفسه انك انت ممكن تأدي الرسالة ديت باصوات تانية خالص ما يبقاش منها الاصوات الجميلة. يعني اصوات انت ناس تعدها مش اصوات جميلة ولكن اهم حاجة المعلومة الموسيقية ان الصوت ماشي على النغم صح ويؤدي دوره بالزبط. انا انا بكره كلمة انا مؤدي مش مطرب وانا مطرب مش مؤدي ما فيش حاجة اسمها اطرب ولا تأدية ولا الكلام ده خالص. واخبالك فيه فن. انت بتعمل رسالة بالاغنية بتاعتك دي. وصلت الرسالة بالاصوات ايه? انت خلاص عملت الرسالة صح. هو ده كده. مفيش بقى صوت الرسالة دي الصوت وصلها بصوت حلو ماشي. يعني ايه. بس انت مش محتاج في الرسالة دي اغنية حماسية مسلا. مش محتاج صوت حلو فيها. انا محتاج صوت حماسي خشن. يبقى دار الصوت الحماسي الخشن هو اللي ادى افضل اداء لهذه الاغنية زي اغنية بتاعت مسلا مدد 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 شدي حيلك يا بلد بتاعت الفنان اللي انا قلت عليه محمد نوح لو عبدالحليم حافظ غنى الاغنية دي الاغنية تطلع مسخة خالص مش هتطلع محدش هيسمعها محمد نوح لما غنى محتاجين الصوت بتاعه ده في الاغنية دي في الوقت ده ماشي فكل صوت ليه الاداء بتاعه ليه الجمال بتاعه ليه منطقته عالسلم لو انت عرفت تستغلها صح وتعملها صح عشر على عشر سؤال من رقوف فرج بيقول استاذي ازاي احول اي نوطة موسيقية الى عشان احاول اعزفها عشان النوطة صعبة علي وخصوصا ان انا مبتدئ لو سمحت شرح يكون وافي من حضرتك بص يا سيدي انك انت تحول اي نوطة موسيقية لتابلت آآ قدامك حل واحد بس انك تجيب تحمل برنامج من البرامج الموسيقية اللي بتعمل لتنين وتشوف الصورة بتاعت النوطة مرسومة ازاي وتروح رسامها هناك وهي هتكتب لك بتاعت التابلت بتاعها هيبقى ازاي النوطة الموسيقية مش صعبة يا جماعة النوطة الموسيقية انت ممكن تتعلمها في اسبوعين يعني انت اكتر من كده يركز بس شوف الحلقات بتاعتنا بتاعت النوطة الموسيقية تتعلم ازاي وبتدي اه ابدأ معانا فيها ولو عايز اي حاجة ابعتلي وانا ممكن مسلا انا ابعت لك انك انت تقرأ فيها وتتعلم النوطة وتتمرن عليها تعليم النوطة الموسيقية مش صعب عسف النوطة الموسيقية دي قصة تانية بأنك انت تقرأ النوطة زي الاراية والكتابة كده وتعزف ان انت بتقرأ فورا دي بتاخد وقت في التدريب ده بيسموه يعني تشوف الحاجة بعينك وتعزفها دي بتاخد وقت لان ممكن واحد ياخد وقت على ما يترجمها في موكه ويبتدي يتمرن عليها فدوة بيحاولوا طبعا كل ما انت تقدم في المستوى الموسيقي كل ما تقرأ أسرع بحيس انك انت تقدر تقرأ الموسيقى فورا كانك بتقرأ الاراية والكتابة طيب انما بتسهل كتير اول العازف ان هو عارف على طول الوطر والخانة بالزبط حقص بقعه عليها ايه فانت حاول تشوف برنامج من البرامج الموسيقى اللي بيكتب الاتنين وتصور النوطة اللي مرسومة قدامك دي صورها على جزء بتاع النوطة يكتب لك التابلت بتاح سؤال من طارق عليوي بيقول ازا كنت اعزف الجيتار هل من السهل عازف البيانو لو انت تقدر تقرأ نوطة عازف البيانو هيبقى سهل قرأة الكلام هيبقى فاهم انت هتعمل ايه بس انت هتمرن لسه عضلات وبزعت عضلات ايدك الشمال بتعمل حاجة مع ايدك اليمين في نفس الوضع كده احنا دايما بناخد ايدينا بتتحرك صوبعنا مع بعضها يعني صوبع الابهام بتتحرك مع بعضه السبابة مع بعضه المخ بتاعنا متبرمة كده انما تحرك الابهام مع الصوبعات الصغير محتاج بقى انك انت ايه تتمرن عليها واخد بالك ففيه تمارين بقى للبيانو فانك انت تمرن عضلات جديدة تاخد اشارة من المخ تعمل بقى اللي هو ايه التوافق العضل العصبي ده بقى ما ما فيوش حل يعني مش مش هتقرأ له ينفع يتحل لأ ده اللازم العضلات تتمرن 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 فهو سهل عصف البيانو انك انت عندك معلومات موسيقية من عصف الجتار فانت فاهم بالزبط بتعمل ايه انما العصف نفسه التكنيك بقى بتاع العصف ان انت هتمرن عليها هتمرن عليها عضلة فيعني ربنا معاك انا بدأت اتعلم البيانو انا عندي خمسين سنة يعني بدأت اتعلم البيانو فالبيانو قاله كانت يعني انا ما تصورتش طبعا انا هعزفها في الاول لان انا انا بعزف جتار فلما تصورتش ان انا عزف البيانو هيبقى سهل وفعلا لما رحت لقيت فعلا لازم امرن ايدي تمرين تاني خالص وبتتحرك ايدك بحركة تانية خالص والتقدم فيها هيبقى تقدم كي انك بتتقدم بتعلم قلة جديدة تانية. سؤال من مينا زكي بيقول استاذنا الكبيرة بعد التحية الله يخليك. ايه اسهل طريقة اتعلم بيها الاغاني? واذا لقيت اغنية بحفظها وتدرب عليها كتير بس برضو بتلخبط وبانسح حاجات فيها. وليه لما بطلع اغنية مجهودي السماعي مش بنساها? طبعا لما انت بتطلع اغنية بمجهودك السماعي انت اساسا بتكررها كتير وانت مش حاسس عشان تقدر تطلعها مش بتنساها. اخي بالك انما لما بتجي تعزي اغنية وتتلخبط بتتدرب عليها كتير بتتلخبط وبتنسى حيطة فيها. ده معناه ان ساعاتك ما تدربتش عليها وقت كفاية. اخي بالك بتحصل معاك بقى ايه لما تشغل في فرقة يعني اما كنت في الفرقة مسلا وبنشتغل اول اسبوع ببنعمل فيه الاغنية كلنا بنتهت ونحط ورق قدامنا ونطلخبط ونغلط ونعمل وايه وكلنا بشد بعضينا. هو اسبوع يا باشا عشر تيام تعزفها الاغنية كل يوم بالليل. نعزف كل اليوم الاغنية بالليل. بعد اسبوع بترمي الورق والنوت وخلاص وكل حاجة بقت من الزاكرة. بيجي واحد يشوفك بعد ستة شهور يلاقيك بتعزف كل الاغاني اللي بتعزفها دي فيش ورقة قدامك. ويستغرب جدا ايه ده? ده انتم شاطرين قوي. لا هم مش شاطرين قوي لحاجة. واككرر الموضوع قدامنا. كل يوم لمدة ستة شهور كل ليلة اه بنشتغل سبعة ايام في الاسبوع تلاتين يوم في الشهر. في ستة شهور مية وتمانين مرة. انا عزفت الاغنية دي مية وتمانين مرة. طبيعي لما حتشوفني. لما هنجب بعزفها من غيبي يعني من موقعي. سؤال من حمزة ابو سليمة بيقول استاذ احمد كيف حالك اتمنى تكون بخير. الحمد لله رب العالمين كل سنة والجميع طيبين. دلوقتي انا بلعب جيتار بقليه تمن شهور تقريبا ولسه صوابع ايدي الشمال بتوجعني. وساعات الالم بيكون شديد درجة اني مقدرش اضغط على الاوتار. ده تفسيره ايه? وقاوج شرح المسافات السلم المينور. و بريد تكون فيه احسن حياة دائمان. اهلا يا سيدي. اه شرح المسافات السلم الماينور ده هيبقي يجي مع السلم الماينور انا ما نيجي اشرحو. بس اخدها مني دلوقتي السلم الماينور هو بس بيبدأ من الدرجة الستة. يعني درجة الستة بتاعت السلم الميجر سلم الدوجة الجير الدرجة الستة بتاعة طلاو مينير العزف سلم دوجة بس تبتديه من الله لله. هتبقى كده عملت سلمينير. اه بالنسبة لأسهل طريقة. بالنسبة صوابع ايدك الشمال بتوجعك. وساعات القلم بيكون جامد لدرجة انك مدرش تضغط على الاوتار. كلنا كده انا بقالي تلاتين سنة بعز الجيتار خمسة وعشرين سنة بعز الجيتار. ولا زالت ايد الشمال اما بعزف حاجاتك على الجيتار الكلاسيك مثلا بتوجع. يعني ورايحها شوية ومدرش اضغط على الاوتار. بس كل اللي انا قدر اقوله لك ما تضغطش على نفسك وانت فيه قلم. طالما فيه قلم يبقى فيه عضلة بتتألم. يبقى فيه مقلم شديد يعني مش مش انك انك بس صوابعك يعني مش مريح انك انك بتاعزف وكلنا كده. انما فيه قلم بقى قلم صارخ يخليك مش قادر بتاعزف. فورا. حط ايدك على سطح حسابك. حطها على رجلك. انا بحطها على رجلي على التربيزة. وارخي عضلاتك خلاص تماما. وارخي ايدك على التربيزة. كم ثانية كده وبتقدر رجع تاني اعزفه بتاع. الكلام ده هيجي معاك بالوقت. والذات لما هتعزف مع مسلا فرقة بتعزفه اه اغاني. فانت بتوقف تعزف ساعتين تلاتة. ماسك الجيتار وعمل تعزف. طبعا الجيتار مش هبقى في مشكلة قوي. انما لو بتعزف بقى جيتار كلاسيك طبعا انا بعد تلات اربع اغاني بيبقى في حفلة. بقى يعني مفرفر خالص يعني. فانت كتر ما انت هتعزف هيبقى ايدك عندها طرق كتير انك انت ترايح نفسك بها. برضو في حاجة لما تيجي تمسك كردات وتفضل تعزف. لو فضلت ماسك الكردات على طول ايدك هتتحرق طبعا عضلات دي اتا صغيرة جدا وانت ماسك على طول شد على عضلات دي على طول كده. هتتعلم تكنيك انك تشد وترخي تشد وترخي تشد وترخي تشد وترخي تشد وترخي. حتى كمان آآ الناس اللي بتلعب مسلا رياضات الدفاع للنفس. يقول لك رياضات الدفاع للنفس الكرداتية مسلا. يقول لك حاجة اسمها مية وحاجة اسمها تلج. مية يعني ايه? ارخي خالص زي المية. تلج لما تيجي تضرب حد مسلا تبقى القبضة بتاعتك نشفة زي 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 التلج بالزبط وعضلاتها كلها. فدايما ما تستعملش تلج على طول ولا مية على طول. مية على طول هتتضرب. تلج على طول هتتعب بسرعة جدا وتلاقي نفسك مش قادر تعمل القبضة بتاعتك. فانت القبضة تضرب بعد ما تضربت ضربة ترخي. فبقى ضربت تلج وضربت مية. ضربت تلج وضربت مية. فتضرب وترخي العضلة وتشدها. هو الزبط في الجتار هيبقى كده. اختزن في دماغك موضوع تلج والمية. تلج مسكت الكرد جامد وفي لحظة رخيت. ومسكت الكرد جامد وفي لحظة رخيت. مسكته جامد رخيت. وانت بتنقل بين الكردات جزء من الثانية رايح العضلة. بس هتلاقي انك انت الوقت بتاعك اللي تضربت عزفه اطول من غير اجهاد. اه سؤال من كريم عبد الله بيقول لو سمحت. انا سؤالي هو لو الواحد عايز يبقى عازف جيتار في فرقة. لازم ياخد شهادة موسيقية عشان يقدم بيها على شغل. وهل الاحسن انه ياخدها? لا يا حبيبي. الموسيقى مش بالشهادات. عشان تبقى فاهم يعني. اه بلادنا العربية انا بكلم عن مصر مسلا. في وخرجين تربية موسيقية والتربية النوعية. رفوف رفوف رفوف. الكلية دي بتخرج كل سنة الف واحد يعني. واخد بالك الف واحد اللي تقدر تعتبروا فيهم موسيقى فيهم. بيشتغلوا في الموسيقى. مسلا ما اعرفش العدد كاما. اسمية مسلا. ما اخد بالك بتسمع عنهم. فالموسيقى مش بالشهادات. وفي ناس كتيرة مع هالشهادات وبتعزف وما فيش اي مشاكل خالص. بالعكس. من اعزم موسيقيين العالم. اعزم موسيقيين العالم بلا جدل ما كانش معهم اي شهادات موسيقية. فريق البيتلز كله. ما كانش لا بيقرأ نوتا ولا بيعرفوا ولا درسوا موسيقى. تخيل? بس عرفوا هم بيعملوا ايه بالزبط? وعرفوا الالات اللي بيعزفوها بيعزفوا عليها كويس. واصواتهم كانت حلوة. وجوههم فن. طلع كل الكلام ده. بس لازم يبقى عندك حاجة. مش مش تبقى خالص لا عندك موهبة ولا عندك فن ولا عندك علم ولا عندك دراسة ولا حاجة خالص. الدراسة بس بتسقل الكلام ده وتأهله. لو انت عندك يعني موهبة وعندك مجهودة عايز تعمله انك انت فعلا ان عايز تبقى حاجة في الموضوع دوت. ودرست هتعمل. هتوصل بسرعة. الدراسة بتحط ايدك على الموضوع اسرع. وتوصلك. انما عشان تعزف في فرقة تاخد شهادة. مفيش شهادة كلام ده. مفيش تقديم على الشغل اساسا على فكرة. انت اساسا عازف كويس. بتبتيد تروح لهم. بتعزف كزا. اه عايزينك مش عايزينك. بتعمل انت الفرقة بتاعتك مشروعك انت. وتبتيد انت تنقل العازفين اللي انت عاوزهم. لو جالي واحد مع دكتوراه في الموسيقى وجالي. وعلى فكرة كنا في فرقة. وكان بيجينا عازف معاش اهدات علية مسلا وراجل مدرس اه في كلية موسيقية مسلا ولا حاجة. وما بيعرفش يعزف. وخلاص هنعمل به ايه يعني الشهادة بتاعته دي مش هنعلقها يعني مع الفرقة. وهبانك فطول مع السلامة. انما الناس التانية اللي اجاي معوش اهداته بيعزف. وبيقراش نوتة حتى كمال بس بيعزف اللي احنا عاوزينه. وبيعمل اللي احنا عاوزينه وكزا وقدي الى ده اللي احنا طلبينه. هو ده الفنان. الفن ما اعملوش علاقة بالشهادات. السؤال من علي خالد بيقول ازاي اتعلم الاكوستيك بسرعة? وكيف اتعلم الاكوستيك يا استاذ احمد? مفيش حاجة اسمها بسرعة. بسرعة دي خلاص ما اتعلم الاكوستيك زي اتعلم الجتار الكلاسيك زي اتعلم الجتار يا تاخد دروس يا تتفرج على حلقات بتاعتنا. وتحاول مع نفسك وانك تتدرب كل يوم. نص ساعة كل يوم تدريب. هتخليك تعزف ان شاء الله في خلال ست شهر تبقى بتعزف اللي انت عاوزه. سؤال من زيرو 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 بيقول آآ لأ هو تلات اسئلة الحقيقة. اول سؤال بيقول جيتاريا ماها سي فورتي. آآ هل بتكون اوتاره نيلون فقط ام تلاتة نيلون وتلاتة معدن? اجابة السؤال دوت هو يبان لك معدن. هم كله نيلون. تلاتة نيلون والتلاتة التانية نيلون برضو. ولكن عليهم سلك رفيع جدا جدا من الكروم بيغطي النيلون دوت. طب ليه? دلوقتي انت لو عندك الاوتار النيلون اللي بتعملك الطبقات الرفيعة من صوت الجيتار. لو حابوا يعملوا نيلون عشان يعملوا الطبقات الغليزة السلك النيلون هيبقى تخين قوي مش هيبقى ينفع للمسافات بتاعة الجيتار ولا مقاس بتاعنا. فاللي بيحصل لهم بيجيبوا نيلون في الوسط بيبقى سلك نيلون في الوسط وملفوف عليه سلك من الكروم المطلي الكويس كده لشكله حلو. يبان لك ان هو معدن بس هو مش معدن هو نيلون. انت لو قطعت السلك هتلاقي جوا الخيوط النيلون. آآ الجيتار ده جيتار كلاسيك. آآ السؤال التاني بيقول ممكن فيديو عن طريقة قراءة التاب. قراءة التاب هي مش محتاجة فيديو ولا حاجة سهلة جدا ان هي مقرية الوحدة. انت عندك النوات بتاعة الجيتار احنا مكتوبة عندنا في السلم الموسيقي بيبقى على المدرج المدرج الموسيقي دو ري مي فقى لازم تعرف بقى دو ري والمي وتعرف المدرج العلامة عليه تبقى ايه وكمان زمنها يبقى قدق ايه. قال لك لأ طب انا مش هخلي الناس تعرف ايه دي دو من ري من مي فيني يعني انا الناس اللي مش عايزة تعلم موسيقا مش انا يعني. الناس اللي مش عايزة تعلم موسيقا اه هنعمل لها نرسم لها الرسمة يحط صباعه فين على الاوتار. يعني هو بيعمل لك ست اوتار قدامك وعندك الخانة اللي انت تحط عليه صباعك. بس المرسومة على الورقة افقية انت لو خدتها وترجمتها على الوضع الرأسي اتعرف صباعك هيبقى فين بالزبط على الاوتار. طبعا انت منتاش عارف انت بتعزف ايه? فيه تاب متقدم شوية بيبقى عامل التاب وعمل الزمن معاه. يعني الزمن عدتين. الزمن تلت عدات. الزمن عدة واحدة. بيبقى مرسومة في شكل محطوطة على التاب محطوطة على الاوتار عشان يبين لك الزمن بتاعها كمان ايه? ده تاب متقدم شوية غير اللي هو بس رقم بس مكتوب على الوطر فانت تحط صباعك عليه خلاص بس انتش عارف زمن وايه? يعتمد على انك تكون سمعت المقطوعة قبل كده وعرف عشان تقدر تعملها. الاتنين دول وسائل مساعدة. مساعدة للناس اللي بتقرأ نوتا انه طلع مقطوعة. فيه مقطوعة معينة كده. ممكن تقرأ نوتا بتاعتها. ممكن تساعدك التاب في انك انتك بسرعة توصل اللي انت عاوزه. ولكن اللي عايز يفهم مزيكة والعايز يدرس مزيكة مش هيعرف يتعلم من غير ما يقرأ نوتا. مش هنقدر نحل مسائل هارموني ولا تفهم انت بتعمل ايه? الا لو عملنا اه النوتا ده. اه ما ازعمش ان فيه عازفين كتير في العالم اه بيقروا نوتا من المشايل في ناس كتيرة من المشايل ما بتقرأش نوتا ولا بتقرأ الكلام ده كله بتاع بس دي مواهب خارقة يعني دي حاجات كده فلاتات بتطلع من الزمن يعني لما اغلب الناس اللي عايز تتقدم بسرعة او عايزة تعمل تحسن في الجيتار بسرعة او اي قالة موسيقية او عايزة تكتب موسيقى بسرعة لازم يتعلموا الاسس الصحيحة وبعد كده ينطلق وهم يعمل لهم معاوزين. اه السؤال التالت بيقول ازاي انتقل بين الكردات بسرعة? وازاي احفظ وضع كل اصبع على الاوتار عند عازف الكرد? انت وشكلك كده واضح انك لسه بادي. اه اللي بيحصل لك انت عشان زي ما احنا اتفقنا وضع الصابع على الكرد بيبقى مختلف من كرد للتاني السبع الاول للتاني التالت الرابع اللي مش عارف ايه. اه الاوضاع دي بتبقى غريبة على اليد. ومحطوطة على اوتار معينة لازم تنشن على الوطر بالزبط عشان تبقى عليه. اه فطبعا الموضوع ده محتاج تدريب. فاول حاجة تعملنا انك تمسك الكرد الاول صح. وتعزف. بايه دك اليمين? عليه? بحيث تمسك تفضل الكرد ثابت. وصابعك فكرة الوضع ده. وبتدي تحرك برضو يمين وشمال بنفس الوضع. ايه دك فكرة الوضع ده. بعدين اتعلم كرد تاني بوضع تاني. بوضع تاني للصوابع. وبرضو فتكره ولعبه ببطء فترة شوية على المسطرة. بعد كده حاول تنقل بين الاتنين ببطء جدا. ما يهمكش السرعة. ما يهمكش الوقت انك انت تعمل ان اه دي اه يبقى دي بعدها على طول في المزورة اللي بعدها لا 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 خالص. واحد كده خد نفس واعمل التاني. وارجع تاني. واحد خد نفس ارجع التاني. وارجع للاولاني. وارجع للتاني. وارجع للاولاني. ببطء وانت بتعزف الايدي اليمين اللي اتنين مع بعض. ببطء شديد جدا البطء الشديد هو ده اللي هيخليك تتمكن منك انت تعزف الكردات دي صح? وتنقل من كردات لبعضها. فالحل انك انت بتتعلم بسرعة انك تتعلم ببطء. وفيش حالة تاني. سؤال من يوسف مش عارف اه بيقول انا دلوقتي بعمل حاجات ازاي ابدأ اعمل مزيكة الخاصة بيا? اه بعمل اغاني بس مش عارف يعني اغاني بس بس يعني بيعمل شغله على مختلفة. اه هل ده جهاز مسلا او على مش هتفرق هي ايه نفس النظرية. ازاي اقدر اشهر حكتي ليه للناس وابدأ وابدأ شغل المزيكة بجد والناس تسمعوا? ده اول سؤال. اه طبعا انت انت مجرد ما بتعلم اصول وتعلم تفهم هارموني شوية وتبدأ تعمل تركيبة معينة انت حسيت انها حلوة والناس ممكن تسمعها. اه في طرق كتير انك انت بتعمل الموضوع ده. اول حاجة انك انت تبدأ تعزفها في حفلات خاصة بيك انت. يعني لما انت تيجي تعزف قدام الناس وحط بتاعك انك الناس تسمعوا. دي اول حاجة. تاني حاجة ممكن تعمل قناة ليك على اليوتيوب. تسمع الناس وتوريهم انت بتعمل ايه? في حاجة كمان اسمها الساوند كلاود. الساوند كلاود دي معمولة للموسيقيين. بانك انت بتحط حاقتك على الساوند كلاود. نزيكة بتاعتك. والناس بتسمع. والناس كتيرة تعجب بيك وما تعجبش بيك. فهو بس يعني الموضوع انك انت تبتدي تنتشر على السوشيال ميديا. وتتحطها وتعمل صفحة على فيسبوك لاعمالك. وتبتدي تقدم في الكلام ده. في مسابقات طبعا بتبقى لشباب العازفين والمؤلفين. انك انت ممكن تشترك في مسابقة عالمية. حاجات دي كمان دلوقتي انتشرت على مستوى الانترنت كمان انت مش محتاج تتواجد في في البلد اللي فيها المسابقة دي انت ممكن تبعت لهم العمل بتاعك. وموسق انك انت اللي عمله وكزا. وتكتب النبذة عنه وهم بيانشروا العمل دوت يخش المسابقة بتاعتهم. ودي بتدي لك اه مصداقية وتخلي الناس تفهم انت بتعمل ايه كويس. اه انا ما عنديش اي اه اه حدود. انت لو انت عاوز تعمل حاجة لنفسك دلوقتي مع وسائل الديجيتال والتكنولوجيا الحديثة انت ممكن تعمل موسيقى بتاعتك وتسجيلها وتعمل تعمل السيديو الخاص بيك. كان زمان عشان تقدر تعمل حاجات دي تتكلف مصاريف طائلة. وتروح لستوديو تجيب مهندسين صوت وتجيب مش عارفه خاصة. فكان التأليف الموسيقى او العمل العمل الخاص بيك الموسيقى يخليك عاجز ما انتش عارف تعمل حاجة. دلوقتي لأ في ديمقراطية في الفن دلوقتي. بقى ممكن شخص صغير جدا يعمل موسيقى هيلة جدا والناس تعجب بها وما فيش حدود الان فكبر مخك وانطلق مع الافكار الجديدة واستخدم كل الادوات اللي ادهالك العصر بتاعك عشان توصل اللي انت عاوزه. بالتوفيق. بيسأل سؤال تاني برضو. ازاي اعزف جاز حلو? اه علم الجاز ده او طبيعة موسيقى الجاز ده نوع من انواع الموسيقى زي 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 الموسيقى الشرقية زي نوع من انواع الموسيقى يعني. الجاز ده بيعتمد على ان العازف بيعزف مقطوعة صغيرة كده او يعمل تيمة صغيرة. وبيعمل بعد كده اه اه زي ما تقول ارتجال على انواع معينة من الكردات او تنوعات من الكردات بيعمل الارتجال ده يعبر فيه عن نفسه فورا في اللحظتها يعني. طيب عشان تعمل تلعب جاز كويس لازم حاجة اه كذا حاجة كده تبقى متوفرة فيك. اول حاجة انك انت تكون فاهم انت بتعمل ايه? بتعمل سلانم وكردات وتفاهم السلم ده يتلاقيه على الكرد ده وتجرب بنفسك. تجرب كتير. تسمع نفسك كتير. تسمع ناس كتير بتعزف. وتحلل بيعملوا ايه? عشان توصل اسرع. فيه ناس ما بتحللش بتعزف بالصديقة. فيه ناس كتير من عزف الجاز كانوا اميين حتى بقلوش ويكتبو. ولكن هما من كتر ما مسكوا الالة بتاعتهم حفزوها صم. وحفزوا الالة ديت وحفزوا بيتعمل عليه ايه? وعرفوا الناس بتعمل يعني حياتهم غير قانين في الموسيقى في حياتهم. فطبعا دول هباقرة. يعني انا مقدرش امسل نفسي بيهم. ولكن فيه طريق ممكن تسلك واناك توصل برضو قريب منهم اسرع. انك انت تدرس سلالم وتحليل الكردات وتحليل المجال ده كبير مالوش نهاية ومالوش كبير. انت ممكن انك انت تخش فيه وتفضل وتفضل طول عمرك تتعلم. مالوش نهاية. الكلام ده مالوش نهاية. فتتعلم جاهز كويس. انا انصحك انك تهتم بالتكميك بتاع ايدك انك انت تلعب آآ موسيقى ناقية كويسة بايدك بصعابعك. فالتدريبات اليومية دي مهمة. تاني حاجة السلالم والكردات وتحليلها. تفهم السلالم والكردات وتحليلها. تالت حاجة تعزف شوية موسيقى للناس تانية. يعني بتدي اعزف موسيقى للناس تانية. هتتعلم من الموسيقى للناس تانية. دي على كردات معينة انك انت هتثبت بعض الجمل جوه قلبك انك انت تبتدر. وبعدين طبعا ابتكر بقى موسيقتك انت. اعزف انت مع كردات واعزف كتير مع نفسك. وحسن نفسك واسمع نفسك وحسن نفسك تاني ويسمع نفسك وسبت جمل تبقى ليه خاصة بيك انت بتحفظها وبتعملها في مقطوعات معينة. وكده مع كل الحصيلة دي الجاز بتاعك هيتقدم ويتحسن وتبقى بتعزف جاز كويس. برضو يوسف عمل سؤال تالت بيقول ايه رأي حضرتك في جتار واسف جدا على الاطالة وشكرا. آآ جتار كويس جدا. نفيش اي مشكلة فيه خالص. لو تقدر تجيبه هايل جدا انك انت تبدأ به. انا شخصيا كان عندي فندر آآ وكان ظريف جدا واعدت بيه سنين طويلة. يعني ما سبتوش الا عشان كنت عاوز اجيب جتار اغلى شوية. فانما يعني مش مش بسبب انه كان واحش بالعكس كان جتار ممتاز جدا. وانا كنت معجل بيه بصراحة واعدت بيه فترة. بشتغل بيه شغل محترف كمان. يعني كنت محترف في الموسيقى. سؤال من ادهم الباز بيقول ممكن توضيح اكتر عن البيز جتار. وعمل اللي احنا في اكتر من جهاز موسيقى ونسمع البيز وبدونه. آآ حاضر ادم. انا هوضح شوية عن البيز جتار. البيز جتار هو عبارة عن الاربع اوتار من الجتار الفؤانين دول بس نازلين اكتاف كمان. يعني اغلز اكتاف. آآ معمولين علشان ان دلوقتي لما تيجي ان الفرقة بيبقى فيها طبول. وفيها ناس بتلعب موسيقى والحان هارموني وملودي. آآ لقوا الناش النشوفية بتاعت الطبول مش ركبة قوي مع النعومة والسلاسة بتاعت الالحان اللي بتطلع من الهارموني والسولو. فآآ قال لك احنا عايزين حاجة كمان تمسك بين الاتنين. زي ما تقول كده ايه الغرة اللي هيمسك ما بين الطبول ديت وما بين الميلودي والالحان الجميلة دي عشان ما يبقاش فيه انفصال بين الاتنين. هزين حاجة تلحم الاتنين مع بعض. قال لك احنا هنعمل نوع من الميلودي ولكن الميلودي دي غليز شوية يبقى قريب من الطبولة وفي نفس الوقت قريب من الميلودي. الميلودي القريب من الطبولة ده ليه? لانه ماشي مع اقاع الطبولة. هو ميلودي مش هارموني. البيز مش بيلعب هارموني بيلعب ميلودي بس. فالميلودي اللي بيلعبه بيبقى ماشي مع الاقاعه بالذات مع اقاع الطبولة الغليزة اللي هي بيسموها البيز درام. بيمشي مع اقاع البيز درام ديتة على طول. فبيبقى ماسك الاقاع بيسبته بس بنغمة. لان هو بتحرك دو ري ومي. الله البيز درام ما بتتحركش لدو ري ومي هي نغمة واحدة هي شغالة عليها على طول. والتاني ده بيلون النغمة ديت عشان تلائم الكردات اللي ماشي عليها الراجل بتاع الصولو ده. او يضيف حتة تكمل الصولو في حاجة. واخبالك فبقى البيز جيتار وادات الوصل ما بين الايقاعات وما بين الات الهارموني والمالودي في الفرقة. اه هنعمل برضو اه حلقة مخصوصة عن البيز عشان نوضح الفرق. بدون بتحس انه فاضي. في عاجة نقصة. او مش عارف انا حاسس انه مش محترف. طبعا الناس اللي مش هتبقى فاهمة يعني ايه موسيقى هتقول لك مش عارف انت الموسيقى بتاعتك كده خاسة شوية خاسة شوية مش تكينة. اه الناس اللي فيها اللي هيبقى فيه بيز هيبقى ميكس قوي وراسخ كده ومتكامل والناس تسمعوا تقول اه لعمل فني متكامل. هو ده اعمل اعمل كده زي المحترفين يقول لك محترفين يعني. يا دي شغل المحترفين. لأ هو مش محترفين ولا حاجة وفيه قلة نقصة بس. سؤال من علي معوش بيقول اتعلمت جيتار لكن وجهت مشكلة مش كبيرة بس بتظل مشكلة بالنسبة ليه. ازاي اقدر اغني واعزف في نفس الوقت. كل ما اجا جرب بطلخبط في الغنى يا في العزف. وممكن المساعدة. طبعا اهلا يا علي. اه ده يعني ده عيب مش عيب. ده اه. ده سؤال شائع جدا من ناس كتير قوي بتبدأ تغني مع اه القلة بتاعتك. تغني مع الجيتار. طيب. هقول لك يا سيدي. في مسلا اللي كانوا بيقول زمان يقول لك بتعرف تعمل كده? شايف? او دلوقتي في حاجات مش مش معرف اعملها. ايه اللي انا عملته ده? وتليه انا ما عارفتش عامله? عضلاتي ما عارفتش تعمل لاتنين في نفس الوقت اخبط على راسي. ومسلا واعمل حاجة كده مسلا. ليه مش بتبقى منصقي? لان عندك فصوص المخ بتاعتك بتخلي الايدين تتحرك مع بعضيها عشان تمسك حاجة عشان تعمل حاجة. في حاجات معينة المخ بيتحكم في الايدين يمشوا مع بعض يعملوا نفس الحاجة. سبعين نفس الصوابع تتحرك مع بعضيها كده. لما تيجي تعمل اقاعين مختلفين انت بتلخبط مخاك. الاقاع التاني يعني ده بطيء وده سريع قوي. مش هتعرف هتلاقي لاتنين عايزين يمشوا مع بعض. فانت عشان تقدر تعمل بجزء من جسمك. الاتنين احبالك الصوتية وايدك. وعقلك يستوعب ان في اقاعين شغالين لازم يمشي عليهم. ليه اقاعين? ما انت ماشي على نفس اقاع الغنى. لأ. ما انت اما بتعزف. عندك دقة كل دقيقة مسلا. كل اسف. دقة كل ثانية مسلا. بدقيت بالمنظر ده. صوتك الحنجرة بتاعتها دي بتقول كلام. الكلام ده خلال الدقة بتاعتها دي كان فيه حكايات كتيرة اوه مشت جواه. يعني كلام ودخل وحروف وبتاعه ومادة. فالغنى والعسف اللي اتنين اقاعين مختلفين شغالين على رتم واحد. فبياخد وقت على ما المخ يستوعب يستعمل يعمل الاتنين مع بعض. طب انا اعملهم ازاي بقى عشان يعني اعمل الموضوع ده صحيح. انك انت تتمرن ببطء. وممكن جملة جملة. يعني تاخد كلمتين وتعزف الكوردات اللي هتمشي مع الكلمتين وتركب معهم كلمتين بعدهم. فانت بتاخد وقت في عمل الاغنية وتعملها بطيء وتعمل جملة واحدة. احفظ الجملة دي وكل ما ترددها اكتر ببطء كل ما هتثبت في مخك اكتر. شوية شوية حفظتها تبدأ تكمل وانت هتلاقي مجرد ما تحفظ اول تلات اربع جمل في اللحن. بقية اللحن بيتكرر كتير طبعا الغنى بتاعت الكلام ده. مجرد بس اتمرن الكلام على العصف. الموضوع ده بالتدريب. ما تقلقش منه. كلنا كلنا مش بنبدأ كده. ده انا لغاية دلوقتي كده. اما باجي اعمل اغنية جديدة. واجي امسك الكوردات معاها. الغنى بيعصلك معايا في الكوردات والغنى بيطلخباته مع بعضهم. فانا عارف علاجها. انا مش مش باجزع لما بيحصل الكلام ده. انت دلوقتي الان. فاكرني في عيب عندك. لأ انت مفيش عيب عندك ولا حاجة. يا دي طبيعة البشر. طبيعة عمل المخ الانساني. فانت اللي هيحصل انك انت هتتمرن بس ببطء وجملة جملة تحللها. وكلمة كلمة مع الكوردات. وهتلاقي كل حاجة تمشي بعد فترة. سؤال من يوسف جوبا. بيقول كنت عايز اعرف من حضرتك طريقة اطلع منها الطبقة والسلم اللي بيغني منها المغني. هي في طريقة واحدة بس تمسك جتارك وتعزف معاها هتعرف بالزبط هو بيغني. اه طبعا ركوز ركوز الغنى ما بينتهي الجملة بتاعته او بينتهي النحن بتاعه. بينتهي على اسم السلم. على اسم المقام. فدي نقطة انك انت تقدر بتعرف منها اسم المقام ايه بالزبط او اسم السلم ايه بالزبط. انها ما امسك الجتار ويجرب نغمة نغمة لغاية ما توصل لنغمة قريبة من اللي بيقولها في جملة من جمل وتتكمل عليها من وضع معين من اوضاع السلم. فالنصيح انك انت تحفظ اوضاع السلالم وخد وضع منهم يبقى مفضل عندك بحيس انك انت فعلا تتجرب به على طول يعني تبقى تجرب به على طول في الوضع المفضل عندك دا وقت هتقدر تطلع اي طبقة اي حد بيغني منه او اي لحن قدامك تقدر تطلعه مجرد ما تسمع وتكرر بس وتجرب وتشوف هتعمل ايه. سؤال منزا جوكر بيقول هل لازم الواحد يتعلم الكردات او الحاجة? هي الناس كلها بتحاول تتعلم الكردات او الحاجة بمستعجلين عليها عشان عاوز يعمل مصاحبات معه هنا لان الكرد الكرد غير نوتة واحدة الكرد بيدي عمط كده للموسيقى وبديدي رنة جميلة هو سموه هارموني ليه? توافق. هي كلمة هارموني يعني توافق. هو بيدي لك توافق لحني. فجأة عملت موسيقى بتضرب الضربة واحدة بتطلع موسيقى. فطبعا الميلو دي لازم تعمل بقى جملة والناس تستمتع بالجملة وتبقى الجملة ليها سرعة معينة وليها كده. انما الكرد بتعمله بيطلع هارموني جميل فجأة كده. فطبعا الناس بتستعجل انت ممكن تبدأ باي حاجة. اه ما حاجة انك انت تبدأ. سؤال من بيقول مساء الخير السيد احمد انا حاليا في المرحلة المتوسطة وعدين مرحلة المبتدئين نهايل جدا. دلوقتي ايه المفترض اعمله عشان اوصل لمرحلة المتقدمين والمحترفين في الجتار? ايه بقى بالزبط تعمل اللي انت عملته عشان توصل من مرحلة المبتدئين لمرحلة المتوسطين? اللي هي ايه? انك انت تشتغل. تزاكر هارد. اه اولا انك انت بقى تاخد الموضوع بجدية. لازم تكون بتقرأ نوطة طبعا دلوقتي. والمقطوعات طبعا اه بتاعتك تحاول تعمل منها اصعب شوية. يعني تبقى فيه مقطوعات لها تكنيكات معينة. تتعلم تكنيكات جديدة للعصف. تكنيكات يعني ايه? يعني فيه تكنيك اه السرعة معين. تكنيك مسلا انك انت اه يطلع صوت معين. تكنيك انك تكني الاوتار لو انت بتلعب جيتار مسلا. بالنسبة للجيتارات الكلاسيك بتبقى انك انت بتاعزف مقطوعة كانت اصعب. ليبل تاني غير اللي اللي كنت فيه قبل كده. آآ كل الكورسات بتاعت الجيتار في العالم كله كورسات الموسيقى ليبلات. لمن ليبل واحد لتمانية. من ليبل واحد لخمسة. زي ما انت زي ما زي ما هم صاحب الكورس حطه. فانت اللي بيحصل انك انت بتتقدم في الكورس وبتتعلم اللي بعده. آآ التاني حاجة كمان انصحك بها انك تعزف كتير. تعزف كتير. ومن مرحلة المتوسطين لمرحلة المتقدمين يفضل انك انت بتاعزف مع حد تاني عشان يبقى فيه تقييم لشغلك. الناس اللي بتعزف الاكتريك يعزفه في فرق. لان ده يخليك مضبوط ومنضبط في انك انت تخش في الوقت والكلام وتعزف بالضبط في الوقت. الصح بالطريقة الصحية كمان صوت الجيتار بتاعك لنجي يبقى حلق وراكب مع بقية اصوات الالت التانية. الناس اللي بتعزف كلاسيك اعزفه مع اه حد دويتوهات مسلا او اعزفه مع بيانو او اه اعزف مع عازف زيك يسمعك هو بيعمل ايه نفس المقطوع اللي انت بتعملها فانت تقدر تقيم نفسك انت واقف فين. فاعزف كتير مع ناس عشان يسمعوك وتسمعهم. وحاول طبعا تشارك في اي مسابقات او اي حفلات بحيس انك انت تاخد خبرة انك انت تعزف قدام ناس. انت دلوقتي ممكن تكون بتعزف قدام نفسك بس. فحاول او اصحابك. الناس بتعرفهم وحيصقوا فيك وانت هتصق فيهم فمش هتدائق لو قالوا حاجة. انما لو جربت بتعزف قدام ناس غرب ويقيموك يقولوك ده وحش وده حلو وكده انت هتبقى عندك هيبة في الموضوع ده فاجرب انك انت تعزف قدام ناس برضو في حفلات. سؤال من بيقول هل في مصطلح اسمه الكرد ده غلط? وازاي اتخطى الموضوع ده? لأ مفيش حاجة اسمها الكرد ده غلط. الكرد عبارة عن نغمات آآ مع بعضيها. خمسة ستة اربعة تلاتة آآ موجودين. النغمات ده بتكون نوع معين من الصوت المتوافق اللي بيخش الودن الودن تحس احساس معين. طيب آآ لو انا حطيت اي حاجة على اي حاجة هتطلع كرد اه هتطلع كرد ليه اسمي بس في عالم الجاز ما بيسمعوش اللي الخاصة. يعني يقوليه سياق معين. مش الكرد ده يتعزف من الاول كده وخلاص والناس تستمتع باغنية. لا طبعا مش هيحصل. لازم يكون ليه سياق حاجة قبله تودي ليه وهو يودي الحاجة تانية بعدها فتدي الاحساس بإيه ان ده حاجة جميلة على بعضيها. آآ مفيش غلط وصح بس فيه حلو ووحش. فيه حلو وفيه وحش. ممكن تعمل حاجة صوتها مش مش مقبول على اللحن اللي ماشي ده. فالناس ما تستطعمهاش. وفيه الجهاز الكبار في العالم عملوا مقطوعات مش اغلب الناس بيستطعمها. هم بس حسوها خاصة معينة من الناس بتسمعها وتحس بيها. فيش كرد غلط وفيش كرد صح. اهم حاجة الكرد صوته يكون نقي. يعني انت مطلع كل النواة بتاعته نغماتها سليمة ومسموعة مش حاجة بتزنة مش حاجة بتعمل ولكن السياق بقى بتاع الكرد ده اهم منك انت الكرد نفسه آآ موضوعه يعني. سؤال من جون جو بيقول عاوز اعرف كتب تدريبات ويكون فيها تكنيك اكتر بس تكون بسيطة مش معقدة لمستوى بسيط وكمان عاوز الاقي اي كتاب اي كتب بتشرح هتفدني بايه كعازف جيتار. فمسلا عندنا في مصر اخرنا المودز نظريات واساسيات موسيقى بس عربي. ده لو فيه اصلا وعاوز اعرف النغمات بس مش عارف اقسموا على القلات التانية. لانها تكون بتلعب سكيلز ونغني على سلالة من يعني انا حبيت علعب كردات ماينور ميجور ولا انا غلط يريد تشرح لي انا بشكرك جدا على مجودك ده. انت واضح انك انت عاوز عندك عندك طاقة كبيرة او عاوز تتقدم ومش عارف السكة. ومش عارف السكة. طيب كتب التدريبات بتبدأ من كتب بسيطة جدا تكنيكات بسيطة جدا وتتقدم تعرف دوت تاخد اللي بعده. تعرف دوت تاخد اللي بعده. انت لو اه جبت اي اي كتب بيسموها ميثود. ميثود ديت يعني عبارة عن ايه عن طريقة للتقدم في التكنيك. اي حاجة اسمها في الجيتار معناها انها بتقدمك في التكنيك. سواء بتلعب كلاسيك او بتلعب مودن. فانت لو جبت اه حاجة هتبدأ معاك من الضعيف خالص من المستوى الاول لغاية ما تكمل معاك. وفي اه اه لو تدور على الانترنت بيركلي بيركلي دي اكبر كلية الموسيقى يمكن في العالم. موجودة في امريكا. اه عاملة كتير قوي. من الاسات زي بتوعها نفسهم بيعملوا كتير بتلاقيها بتتباع في محلات الجيتارات ككتب. فانت ممكن لو دورت على الانترنت هتلاقي حاجات معمولة على آآ مواقع كتيرة انك انت تقدر تحملها وتقدر تستفيد من انك انت تعمل التكنيكات بتاعتها ديت وتشتغل معاها. بس امعك بتكون مثل لان مثل معناه ان هو هياخدك من المستوى الاولاني يكمل معاك لغاية المستوى اللي انت عاوز او هياخدك من المستوى اللي انت عملته للمستوى التاني الاعلى. الكتب اللي بتقول لك هتشرح هتفيدني بايه كعازف جيتار? ما فيش حد هيقول لك دي تعمل بها ايه كعازف جيتار? هو هيحط لك التكنيك ويعمل لك جملة عليه وانت بتستعمله كزا. انت تعمل بقى ايه بقى من الموضوع دوت دي قصيتك انت. انك انت بقى معلوماتك الموسيقية والتأليفك وخيالك بتعزف بند بتعزف غربي بتعزف شار ايه بتعزف ايه? آآ انت تحط الكلام ده ازاي هو يعلمك التكنيك اللي تعمل بيه ايه? يعني الراجل المدرب كرة القدم بيعلم اللعيب يشوت. يشوت 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 يفضل في التدريب اللي العيد منهم يشوت الف شوطة. ماشي? في الملعب بقى هو مش هقول له هتلعب ازاي? يعني هو هو بيقول له انا علمتك الشوت. انت بقى تختار الزاوية فين? والمكان بتاعك ازاي? ودي خصة تانية بقى خالص. انت حركتك في الملعب هتفرق المكانك اللي تشوت منه. هتختار انت تشوت قرار بتاعك تشوت ازاي? فهو هيعلمك الشوت بس انت بقى بعد كده هتاخد الشوت ده تعمل بيه ايه دي قصتك انت. آآ فاخرنا موض نظريات واساسيات موسيقى بس عربي ده لو فيه اصلا طبعا مش هتلاقي كتير مصادرنا للأسف في اللغة العربية مش كويسة. فانت حاول انك انت بقى ايه تقوي لغتك شوية خلي بالك انت مشوحتك لغة انجليزية قوية ايه عشان تفهم الجيتار الموسيقى لغة عالمية. انا يعني ما بدأت الجيتار بتاعي كنت بفهم اي اي حاجة في العالم اي كتب جيتار في العالم لاني عارف ان ده هيكتب نوضA وده هيكتب كزا وده هيكتب كزا والاصطلاح ده انا عرفته. والاصطلاح ده انا عرفته يعني مصطرة اه اه يعني ريشة. انا خلاص عرفت انا بركز بقى على المضمون وهو بيعمل ده ايه? فاغلب كتب الجيتار برا في العالم هتلاقي اغلبها مصور. مش مش مكتوب يعني الكتابة فيها حجم قليل قوي يعني. فبتاني ممكن لك انت تتطلع على مصادر بلغة الانجليزية سهلة قوي للجيتار يعني. اما بقى لو عايز تقسم مع قلات تانية تكون بتلعب آآ انت مش هتقدر تعزف مع حد تاني الا ما يبقى عندك موسيقى. اما يبقى عندك ثقافة موسيقية. اللي هو ايه? تعرف تعمل منين? يعني ايه اللي ده? اما طب انت هتتفقوا ازاي? يعني ما هم اقولك احنا لأ خلاص نلعب يا جماعة من سلم الريمينير. طب استنى بس يا حاجة وانا بيقول لي الريمينير ده يعني هتعمل ايه? ريه ايه? ريه بعدها ايه طيب? مش هتنفع تقول كده مش هيقولولك. وما فيش حد عنده وقت ان هو هدي يعلم حد وبيعزف مع فرقة. بتعزف مع فرقة لازم تبقى عارف السلالة بتاعتك. انك تعمل اقول لك الريمينير اه تبقى عارف الريمينير هتعلم منين. سلم اه لما جير لما جير هتعمل منين. كردات اللاماجير ايه? واخد بالك انت بتسهل لك حاجات كتير اوي. انت لو عرفت اسم السلم بتعرف الكردات بتاعته ايه? فالكردات بتاعته الناس دي هتلعب من سلم لاماجير. لاماجير انت عارف ان الدرجة الاولى بتاعته لاماجير. وبعد كده تبقى سيمينير. وبعد كده دودي يزمينير. فانت انت خلاص عرفت الكلام ده كله من بتاعتك وعرفتها من ثقافتك اللي انت تعلمتها مثلا في الكورس اللي احنا بنعمله. فمجرد ما بتعمل كده انت هتعرف بتاع فانت مش هتحتاج ومحتى يقولولك كتير اوي انت بتعمل ايه? انت ممكن بس الحاجة اللي تتفق عليها ان هو بيعمل كورد في منطقة مع المطرب او مع اللحم. وانت بتعمل كورد تاني. ان الاتنين صح. بس لازم الاتنين يكملوا بعض اوي اللي اتنين يبقوا زي بعض. فانت تتفقوا مع بعض هتعملوا ايه? اه دي اللي بتبقى بقى انك انت ايه? تزبطوا الشغلة مع بعض عشان يطلع فعلا المقطوعة حلوة من المجموعة. انما مش هيقولولك سلم الرماجير ايه? ولا الرماجير ايه? فانت عايز تعمل موسيقى وتعزف مع ناس تانية. لازم تعرف سلالم وتعرف هارموني كويس. عشان تساهل لك هزي الحركة. وبعدين لو انت روحت لقيتهم هم. ما يعرفوش هم كمان فخلاص بقى ده يعني هتخودوا بعض ازاي? انتو اللي اتنين مش عارفين. سؤال من زياد بيقول آآ فين الاماكن اللي حضرتك بشتري منها الجتارات والجتارات الكلاسيك اسعارها كامل لحد الادنى والحد الاقصى. وشكرا على حضرتك بتقدمه. آآ انا انا ممكن اشتري الجتار ده من سوق جمع يعني. عنديش مكان معين بشتري منه. الا لو انا عايز آآ جتار انا 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 عارف ان هو مش هيبقى موجود الا عند المحلات الكبيرة. او مثلا جتار نوع ما بيجيبوش اي حد لازم يبقى وكيل ليه مسلا. فانا يعني آآ على حسب البلد اللي انت اللي انت بتبقى موجود فيها. انا ما بروح بنزل اي بلد بدور فين على الجوجل بدور على اماكن الجتارات الكبيرة. وابتدي اروح اشوف المحلات الكبيرة الاول فيها ايه? عادة بتبقى المحلات جنب بعضها. او بتلاقي مسلا زي لندن مسلا في حي في لندن مخصوص للاجهزة الموسيقية والآلات الموسيقية. لو انت رحت هناك هتلاقي كل الجتارات من من عشرين الف يورو لخمسمائة يورو يعني وربعمائة يورو. فانت آآ ده مسلا لندن. مسلا في القاهرة شرية محمد علي فيه طبعا آلات موسيقية كتيرة شرقية بس الجتارات طبعا اش هتلاقيها بنفس القوة يعني. آآ في مصر مسلا آآ في توكيل ياماها. توكيل ياماها كنت بروحه برضو زمان وانا صغير. آآ فيه اتلاقي كل الآلات الموسيقية الخاصة بشركة ياماها فطبعا الجتارات تحتل الجزء كبير جدا من المعروض اللي هناك دورها. تكفي محلات كتيرة قوي. آآ انا بسمع عنها بس بجيب من جوجل يعني انا بعمل عليها فاطلع لي محل جتارات في في المنطقة الفلانية. حتى ما كنت في 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 زيارات لدول عربية شقيقة يعني كنت مسلا في الدوحة اكتب على جوجل انا عايزة يشوف المحلات اللي عندكم. ولاقي محل اتنين تلاتة ولاقيت واحد صاحبي ساكن في الدوحة اقول له انا عايز اروح ده وعايز اروح ده وعايز اروح ده فهو صاحبي ده بياخدني وديني المحلات ده وانا بعرف الزبط اختار ايه? لان انا هعرف اختار الجيتار اللي انا عاوزه. اما اسعار الجيتارات الكلاسيك بيتختلف طبعا من بلد لبلد. الجيتار اللي ياماها سي فورتي بيبدأ من مية وعشرين دولار انا ما اسكر في في جميع نحاء العالم يعني. مية وعشرين دولار الترجمها انت بقى بالعملة بتاعت بلدك هيدي لك السعر بتاعه. سؤال من محمد سعيد بيقول هل ممكن ازيد مساحتي الصوتية واقدر اوصل لنوتات عالية بالتدريب مع ان صوتي من الطبقة الغليزة. التدريب بيسموه او بتروح لمدرس متخصص بانك انت بتشتغل معا الفوكاليز ده التدريبات الصوتية دي. طبعا انا انصحك لو انت عايز تاخد مجال الصوت انك انت هتغني. طبعا التدريبات دي بتفرق معاك كتير جدا. لان كل الناس اللي يحبوا يعملوا حاجة ويعملوا لنفسهم مكان في عالم الغناء وكده التدريبات دي فادتهم جدا. وفيه اسامي معينة في من المدرسين هم بس اللي بيهو شاطرين في الموضوع ده فانصحك تروح لواحد منهم. اه اللي بيحصل في التدريب دوت انه بيخليك تمسك النوتة ازاي? تطلع مخارج الفاظك ازاي? تطلع النوتة صح بالزبط من من مقامها من مكانها. اه النفس تاخد النفس بتاعك امتى وتطلعه امتى? تطول النفسك ازاي? ازاي تتحكم في مخارج الالفاظ مع النفس وانت تطلع بتغني? وفي نفس الوقت طول ما انت بتدري تتدرى بالتدريبات دي الحنجرة دي احبال صوتية تتحكم فيها شواء عضلات زغيرة او ريئة جدا. كل ما العضلات دي قويت كل ما انت قدرت تمسك النوتة صحة وطلعها مزبوطة. وفي نفس الوقت انك انت تحاول تزوق شوية الحدود بتاعت صوتك انها تبقى للاقصى حد انت تقدر تغني فيها. انت مش هتطلع برا طبقتك. لو كانت طبقتك صوت لها معينة لها مكان معين على السلم. انت مش تقدر تعمل حاجات العالية دي قوي. لا خالص دي قصة تانية خالص. فما فيش حد في طبقة الصوت بتاعته بيروح لطبقة تانية. ولكن انت ممكن تزود مساحة طبقتك ديت لاقصى حد طبقتك تسمح بيه. بعد كده الصوت هيطلع وحش او مش هتقدر تطلعه اساسا يعني. فآآ الحدود بتاعتك ديت هتبقى عارفها بالزبط ايه? وبتقويها جامد جدا. والاهم في موضوع تدريبات الصوت ده ازاي فعلا تطلع النوتة صحيحة? وزاي اللي بتسمعه فعلا تطلعه مظبوط بالزمن بتاعه وبخرجة النفس بتاعه. دي الحاجات اللي بتفرق ما بين واحد فعلا عاوز يحترف موضوع الغناء دوتو يعمله صح وبين واحد بيغني في الحمام. سؤال من بيقول برضو نفس الموضوع ازاي اعرف طبقة صوتي والمقامات المناسبة اكتر? ما هو انت هتعرف طبقة صوتك ازاي من غير ما تجرب مع اه بيانو مع جتار? بتاعرف انت بالزبط المنطقة المعينة او السلم المعين لما بتغني فيه صوتك بيبقى مرتاح. اقل من كده بيبقى صوت آآ غليز. وبعد كده الصوت مسرسع مش عارف تطلعه. فانت بتعرف بالزبط ايه المقام المناسب ليك مسلا وبعض الفنانين المشهورين مسلا بيغنوا من كورد السول مسلا. وفيه ناس بتغني من كورد اللا ما بيعلى شوية. البنات من كورد الريه. لو مقام الكورد ده مقام واحد بس. راخب بالك. فانت لازم تبقى عارف انت الصوت بتاعك من منطقة مريحة كمان كعازف لو بتعازف بيغني عليك حد. انت تبقى عارف هو طبقته ايه مسلا تبتده بتعمل تغلز الصوت شوية وتتحرك بالمقام آآ ناحية الطبق الغليزة اكتر من الطبق الرفايع لو هو صوته يطلع. فانت بتجرب بالتجربة يعني. لو انت طبعا بتروح لمدرس الصوت زي ما قلنا ع السؤال اللي فات. مدرس هو هيقول لك الطبقة بتاعتك من كزا لكزا. وتبقى انت عارف بالزبط ايه اللي تعملو ايه اللي ما تعملوش. سؤال من عبودي كينج شنو اقوى فرق عربي وخليجي عندك. ويعتيك يا استاذ احمد. آآ اقوى يعني اقوى ايه بيرفعوا حديد بقى وبتاع طبعا. مفيش حاجة اسمها اقوى وحاجة اسمها اضعف. آآ يعني الفريق الكويس او الفريق الكويس هو الفريق اللي عجبك. ما انا فيه فرق في العالم ناس كتيرة قوي بتمعجبة بيها وانا مش مبسوط خالص يعني انا مش مش هاسمعهم. انا حر. فاآآ القوة بقى والضعف وبتاع ان انا بنتكلم بقى على نتكلم على ناس محترفة وبتشتغل موسيقى صح. آآ الفرق العربية والله فيه فرق في الخليج كتيرة. يعني آآ مش عايز اقول اسم حد عشان مظلمش البقين. آآ ولكن انا سمعت ناس فعلا آآ عاملة شغل لموسيقي متكامل حلو جدا. بس انا مش عارف الغلطة فين. يعني ليه الغلطة? العالم العالم برة ما بيسمعش عنهم دي حاجة. مش شرط يسمع عنهم يعني ما احنا مش يعني احنا بنسمعهم. خلاص بس الغلطة ان انا ما سمعتش عنهم الا بعد فترة طويلة لما طلعوا يعني. ويمكن فرق فرق طلعت وانتهت. وانا سمعت عنها بعد ما انتهت. واخبالك الغلطة فين? قال الغلطة في اعلامنا. اعلامنا اللي اللي بيروج لكل آآ سفيه وكل تافه وكل آآ اعمال حقيرة وآآ ماشي. ممكن ده. هل استبداد عندنا في بلادنا تسبب في ان ما بيطفوش على السطح اللي كل عمل منافق وكل واحد آآ آآ عاوز عاوز يظهر مسلا واتقوا ليه علاقات بالجهزة الاعلام هو اللي بيطلع مش عارف الغلطة فين. ولكن بالتأكيد انت بتقول آآ ان في فرق جامدة جدا. آآ في فرق جامدة جدا في في وطننا العربي. ومن المحيط للخليج مش في الخليج بس. ده من من الاول المغرب العربي لغاية المشرق العربي. في فرق في كل بلد ناس موسيقيين على اعلى مستوى. من اجمل الناس اللي ممكن تسمعها. اجمل حاجة. تسمع الموسيقى السودانية. الموسيقى المغربية. الموسيقى التونسية. الموسيقى الاردنية. الموسيقى الخليجية. الموسيقى القطرية. الموسيقى في غرب سلطنة عماري. في موسيقيين من الطراز الاول. وناس فهمة. وناس بتعمل فن في البحرين. سماية الفرق. يا جماعة ده. احنا في عندنا غلطة. ايه بقى الغلطة ديت انا مش عارف حطي ايدي عليها لسه. ولكن تسعة وتسعين في المية منها الاستبداد. ان احنا ما عندناش عدل في بلادنا. فما بيظهرش للناس وما بيتمش ظهار للناس اه الناس اللي تستحق. الناس اللي ما تستحقش هي اللي بتظهر. بسبب ظروف تانية بقى خالص هنتكلم عنها في يعني حلقات تقعد اسابيع يعني حشان نفهم مصابتنا ايه يعني. ولكن اه معلش انا اه مش هقدر اه احل المشكلة دي. بس احنا لازم نفكر نحلها ازاي يعني. عبودي كينج بيقول برضو اه شو تنصحني انواع بيانو جودة ممتازة. والله البيانوهات فعلا دلوقتي اه بقى فيه انواع ممتازة جدا واسعارها مش غالية خالص. اه يا ماها عملة بيانوهات في منتهى الجمال. ممكن تروح تجرب البيانوهات ديت عند الوكيل بتاعهم او عند اي محل كبير لادواتها الموسيقية. اه كاسيو عملة اه بيانوهات في منتهى الجمال. ورولاند عملة بيانوهات في منتهى الجمال. وفي انواع بقى تانية خالصة عملة حاجات من المتوسطة في وسطهم يعني. الحكم الوحيد هيكون انت. انت تروح عند المحل دوت ويستحسن تاخد معاك مدرس موسيقى او حد بيعزف بيانو. وتجرب ان هو يعزف كزا بيانو من كزا شركة. وتشوف اللي ينسبك ايه مع السعر طبعا بتاعه اللي يكون مناسب. ولكن اه شركة يا ماها وشركة كاسيو وشركة رولاند اه يعني محتكرين السوق يعني دلوقتي في عالم البيانوهات الكويسة. انك انت ممكن تجيب بيانو كويس فعلا بسعره ركيس جدا يعني. سؤال من يوسف حندق بيقول فيديو عن ازاي ألعب كردات مع حد بيغني. اه وبتلعب كردات مع حد بيغني انك انت بتشوف الغنة ماشي ازاي? وبتعزف مع الاقاع. اه ممكن نعمل ممكن نعمل فيديو عن غنية ازاي يعني نعملها واللحنها. حط الهرمني بتاعها ونحط الكردات. ممكن نعمل الكلام ده. حاضر يا يوسف. سؤال من عبدالرحمن ياسر. بيقول كم مقام شارقي? وايه هما? والنغمة اللي يبدأ بيها هي ده من نقية اللي ممكن تختلف بس تبقى نفس الابعاد وبتكتب ازاي في الموسيقى الى اخره. بس المقامات بتتعرف ازاي يعني زي يعرف المقام السلالم علامات الفلاتس والشاربس. اه في حلقة عندنا في الهارموني اسمها دايرة الخمسات وحلقة اسمها دايرة الرابعات. شفهم الاول يا يوسف عشان دول بيقولولك ازاي تحط الشاربس والفلات عشان تعرف اسم السلم. مقامات الشرقي انا مش متعمق فيها اوي مش تخصصي. ولكن انا من المحبين ليها يعني. المقامات الشرقي هم سبعة. سبع رائسيين بيطلع منهم مقامات تانية فرعية بس هما السبع دول الرائسيين. وهما حروف كلمتين صنعة بسحرك. صنعة بسحرك. فكل حرف من دول يجيب لك مقام. صبا نهواند عجم بياتي سيكا حجاز رست كرد. سبع مقامات اللي هما المقامات الشرقي. ان دول بقى طبعا فيهم حاجات فيهم ربعتون. مفيش غير الحجاز والنهواند والعجم ما فهمش ربعتون. تلات مقامات من السبع ما فهمش ربعتون. ولكن بقية المقامات كلها فيها ربعتون. فدي بقى اخواننا بتاع العود بقى. هم اللي اشرحونا القصة ديت. واتمنى ان يكون عندنا حد فعلا بيعمل دروس زي دي. انا بشوف كتير على الانترنت بس لسه ما ما سبتش على واحد يعني. انما اه اتمنى ان يكون في دروس اه او لو كان حد يعرف يكتب لنا في التعليقات. اه دروس المقامات الشرقي اللي فعلا اه تفيدنا. اه تفيد بقى حتى ناس قراء القرآن الكريم يعني سمعت اه قبل كده واحد بيعمل دروس عن قراءات القرآن الكريم بالمقامات وكان فيه منتهى الجمال يعني. اه ان انك انت تبقى عارف مقام القارئ اللي بيقرأ منه دوت وتقرأ امتى. ففعلا المقامات الشرقية مقامات غنية جدا وهي عبارة عن كنز ومنجم محدش فتحه لسه من الناس الغربيين. فنتمنى ان احنا بنتعلم قلة غربية اللي هي الجتار. بس لو حطينا عنا على المقامات الشرقي ممكن نفتح الكنز ده ونطلع منه تبقى موسيقانة مختلفة على مستوى العالم وتبقى عمالنا حاجة واضفنا للانسانية. سؤال من بيان بنيدو بيقول سلام عليكم استاذ احمد. ممكن تعطينا فكرة عن كيفية عزف كلمات الاغاني على الجتار الالكتري. يعني ازاي نحول كلام الاغنية الى موسيقى ونعزفها. اتمنى تكون فهمت قصدي وشكرا قوي على القناة. هو عايز يتعلم يلحن ازاي? يعني يتعلم يلحن ازاي? التلحين ده بقى عبارة عن آآ خبرة كبيرة جدا منك انت بتاع فاهم الحانك فاهم مقاماتك. مقامات ايه? والكلام حسيت بالكلام ازاي? اقاعه ازاي? وتبتدي انك انت تتركب الكلام على على مسلا كردات مسلا. وتبتدي من الكردات دي بيطلع منها لحنة. انت تلاقي الكلام ده يتقال عليه كزا. يتقال بالكلام دوت. وتبتدي تجرب كردات على لحن لغاية ما تطلع اللحن دوت او او. وفي ناس آآ بتلحن بيجي لها جملة موسيقية خاطر كده في بالها مع الشعر اللي هو قراء دوت. الشعر ده لحن نفسه بقى انك انت على طول قط لحنة في دماغك. وانت مجرد بتمسك الجيتار تنفزه بس. ما بتخترعش وانت نسبة كبيرة جدا من الملاحنين او من الموسيقيين بيقعد يمسك الالة ويجرب زي ما الناس بيقولوا بيتسلطن ولا اه ده مع الكلام ده مش اه يعني يتسلطن فيش حاجة ما تسلطنة ده انت بتفوق. فانت بتمسك الالة بتاعتك وتقعد تجرب عليها لغاية ما تلاقي حاجة تمسك فيها تبتدى تكمل عليها خيط واحد بس كده تبتدى تمسكه وتكمل عليه وساعد تمسكه وبعد تكمل عليه وبعدين تيجي بعد كده تسمعه تاني تغير حتة وتطور حتة وهكذا لغاية ما تلاقي اللحنة يطلع معاك. ممكن نعمل حاجة كده بس ان الخلق ده مالوش معادي يعني يعني انك تخلق اه موسيقى او انك انت تبتكر حاجة مش مش لها معادي يعني مش انت ممكن تمسك الالة في اي وقت تعمل حاجة يعني. وممكن تمسك الالة وعاك حاجة كويسة وتقدر تعملها. والمود بتاعك مش مساعدك ما تعملش حاجة خالص. سؤال من مستر تايكو بيقول تحياتي استاذي عندي سؤال عن السولو. لو عايز ادخل سلم وسلم قريب لي لازم اغير الكردات. وازاي لو حبيت قلعب مود محتاج اه وازاي لو حبيت قلعب مود اركز محتاج قاعدة مع الكردات ولا لأ? وشكرا لحضرتها. اه هو عايز يعمل سولو. وعايز يدخل من سلم لسلم في السولو دوت. السلم للسلم في السولو دوت انت لازم الاول الكردات بتاعتك لو انت بتاعزي في السولو تكون الكردات بتاعتك اتنقل تايا كمان للسلم الجديد. ما انت مش هتنقل سلم تاني والكردات بتاعتك ماشي مع السلم القديم. يبقى في انت بتلعب حاجة والكردات بتلعب حاجة تانية طلع صوت وحش. فاي الفكرة انك اما بتجي تنقل من سولو لسولو من مقام تاني انك انت بتختار الفكرة اللي انا في دماغي يعني اه من افكار كتيرة اوي بتحصل يعني. بانك انت بتختار زي ما تقول محطة تنقل منها. المحطة اللي تنقل منها دي يكون كورد مشترك ما بين السلمين. كورد مشترك ما بين السلمين. والسلم التاني يكون مش بعيد اوي عن السلم الاولاني. فانت مجرد ما ما بتنقل على الكورد دوت تتحرك على السلم الجديد والهارمون يتحرك تاني على السلم الجديد. وترجع من نفس بوابة برضو مشابهة انك تقدر تقدر ترجع منها على السلم القديم. بحيس ان كده هترجع تاني ما انت مش هينفع تنهي المقطوعة على السلم الجديد. المقطوعة لازم تنهيها على سلمك الاصلي اللي بدأت بيها. فافكار كتيرة منها مثلا اه انك انت كل حاجة تتحرك نص تون او تتحرك تون. ينقل كل حاجة تون. وتلعب من سلم جديد. بتشوفها كتير في الاغاني الغربية. وفي الاغاني بتاعتنا في الاغاني مسلا السبعينات والتمانينات محمد مونير مسلا بتاع. بتلاقي في نقلة نص تون او او تون. وبتعمل السول وبعدها على السلم الجديد. فكرة حلوة بتنوع وبتكسر الملل بتاع مقامات مسلا زي الكورد. ما تقدرش تعزف مقام الكورد ده تفضل تعزف وتعزف 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 وخلاص او نهواند ونهواند وخلاص كده او ماينور او مقام الكورد يعني. فبينقلوه ان هو يعمل منه اه نص تون او تون يغير المدة تاني خالص ويخلي الناس تفهم حاجة تانية. في طريقة تانية انك انت تقلب السلم تعملو من المينير مسلا انت بتبديه سلم مينير فجأة تلاقي نفسك في سلم مينير ناس تحس ايه ده? في حاجة حصلت في حاجة اتغيرت. تنقل السلم مينير وترجع تاني على المينير برضو من كبري او من حتة انت هتنقلها هارمونيا تنقل. طبعا عشان تارف الكلام ده كله لازم تعرف السلالم وتعرف الهارموني. فيعني اه اتمنى انك انت ما تكونش لسه بادي. وفاكر ان الكلام ده هيبقى يعني خلاص كده واحد يقول لك واحد زائد واحد يساوي اتنين تحلها وتخلص القصة. لا ده دراسة لازم تدرس هارموني وتفهم انت بتعمل ايه. وموضوع مش طويل. مش هيخد منك وقت طويل. بس هيخد منك وقت يعني مش مش بسرعة يعني. سؤال من صدام كينج بيقول عندي سؤال انا اعزف كلاسيك وراح اجيب جيتار الكتريك. هلأ اواجه صعوبة لما اعزف على الالكتريك? هل بيفرق انواع مكبرات الصوت من ناحية الصوت? اه طبعا الجيتار هو اسهلهم اسهلهم نظريا من ناحية العفق بتاع الايد. الايد بتاعتك تبقى سهل تعفق. اصعبهم لانك انت هتخش بقى في مسافات اصغر شوية فانت بتقول ايه لازم تنشن صح يعني. كمان العصف بالريشة لازم هتعذب بالريشة وليها تكنيكات بقى انك تعذب بالريشة ازاي? ازاي تتسبت ايدك وتعذب بيها وتعذب بالريشة في نفس المكان انت بتاعزب بيها بايدك الشمال. فطبعا مفيش حاجة سهلة بحاجة صعبة. بس طبعا كلنا بدأنا كلاسيك. انا بدأت كلاسيك. وبعد كده اشتريت جيتار الالكتريك. وباقي الجيتار الالكتريك ده تقول مفضل عندي. حتى الناس بتاعتك تشتكي تقول لي انت ما بتعملش ليه حلقات بالجيتار الالكتريك. انا اللي اللي اسهل لي ان امسك الالكتريك وهو في ايدي على طول كده بحبه. فمش صعب خالص جدا انت جيتار الالكتريك واشتغل عليه. اصوات طبعا بتفرق. بس ما تجيبش بقى الحاجات الغالية وتفتكر انها تفرق كتير قوي يعني. اصواته معقول وسواته عالي وكويس ومركة معقولة وتامنه ومش غالي. لان بعد كده كل حاجة ممكن تقدر تعملها بالتأثيرات الصوتية والافكت. ممكن تغير صوت الجيتار وتطلع الصوت اللي انت عاوزه. سؤال من احمد احمد بيقول انه متابع من ليبيا. سؤالي كيف اعزف جيتار مع فرقة شرقية. بتعزف مسلا لسه فاكر او الف ليلة وحشتيني. المهم مقام كرد او نهواند او عجم بس في قالب شرقي. اه وامكانية التواصل معك خمس دقايق عشان تقييم المستوى. طيب. بالنسبة انك انت تعزف في المقام الشرقي طبعا مش هيبقى صعبه خالص. انت درستك انت للمقامات الغربية. في بالذات التلات سلالم دول اللي هما ما فيهمش ربع تون. وحتى اللي فيهم ربع تون تخيل انت ممكن كعازف تعزف معهم. الربع تون دي نغمة واحدة. النغمة دي لو لقيتها في سكتك في الكرد ما تعملهاش. الكردات احنا دينا طرق كتيرة جدا انك تعمل الكردات من غير نوتة معينة انت مش عايزها تبقى فيه. سهلة او. ممكن تعمل اي كردات تليق على المقامات الشرقي واحنا شفنا كده من زمان آآ عمر خرشد وهو بيعزف معه مكلسو يعني عبدالحليم حافظة. مش كل اغاني مش كل الحتة بتاعت الاغنية كمان الناس دي كانت بتعمل اغنية من تلات اربع مقامات يشتغلوا بينهم يعني في خلال الاغنية. طيب هو بيعزف ازاي معهم كلهم بس في حاجات بيسيبها طبعا بره يبقى في الربع تون هو عارف وبيعمل ايه. تعرف انت بتعمل ايه? بانك انت بتدرس الهارموني صح. وتحلل الكردات بتاعت السلم اللي انت هتعزف عليه. فهتعرف انت بتعزف ايه وما تعزفش ايه في السلالم ده. آآ. القلب الشرقي طبعا انك انت الجتار بتاعك هيبقى في القلب الشرقي بقى. تبقى فاهم هما محتاجين ايه من الجتار في الاركستر الشرقي? الجتار وظيفته في الاركستر الشرقي غير وظيفته في الاركستر الغربي. لو ابتدت تعمل مع الجتار في الاركستر الشرقي اللي انت بتعمله مع الجتار الغربي هيرفدوك. هيقولولك انت دوشاجي. انت عامل دوشاج. هما بيحتاجوا حاجات معينة وحليات معينة وصلغات معينة في اوقات معينة من الجيتار في الالة في الاركستر الشارعي. مش بيحتاج نفس المالي اللي بيعمله جيتار في اركستر غربي او في فرقة صغيرة. اما بقى امكانية التواصل خمس دقايق صوت وصورة لتقييم المستوى. والله انا في افكار كتيرة بفكر فيها. بفكر ان انا اعمل آآ مثلا مجموعة كردات ونتمرن عليهم شوية. نعمل حلقة عليهم. وبعت كده نقول يا جماعة هنعمل صورة عليهم دلوقتي ما تورونا افكاركم. وكل واحد يبعت للافكار بتاعته ونصوته صورة ونشوف هنعمل ايه. فدي فكرة من الافكار سبني كده افكر فيها بالضبط هتتعامل ازاي? وهبلغك. سؤال من احمد ايهاب يقول انا مش مبتدئ. انا بعز بقى لي تلات سنين واتقنت حاجات كتير جدا في التلات سنين بس كنت بعز في دلوقتي عايز اجيب اقدر ابدأ بانهي جيتار. طبعا جيب الالكتريك فيش اي مشكلة في كده. عندك اه في الالكتريك. اه لو انت هتبدأ بحاجة لخيصة بس في نفس الوقت هتكمل معاك وقت طويل قوي محترفة يعني مش مش عاجة عاجة بسيطة يعني. في جيتار اسمه جيتار يا ماها ده ممتاز جدا بالنسبة لسعره. عاجة غريبة جدا يعني. مش عارف عملوه ازاي يعني. في جيتار اسمه برضو ممتاز جدا بالنسبة لسعره. جيتارات شركة سلسلة اسمها ار جي. انا مش عارف عملوها ازاي بالسعر ده. سلسلة ار جي الايبانيز. اه التلات انواع دول او التلات جيتارات وفي كتير غيرهم طبعا في كورت وفي اه مش عايز ازلم شركات يعني. بس روح محلات الجيتارات نشن على دول في الاول وبعدين قل صاحب المحل او صاحب التوكيل قل له انا عايز بقى الحاجات اللي في نفس المستوى دوت. هيطلع لك بقى هو بقية الشركات اللي بتعمل الحاجات ديت وانت تختار الجيتار اللي صوت ويناسبك. انا في جيتارات اه يعني في جيتار فضلت فضلت مرة على يعني سمعت اعزفت الاتنين وسمعت الاتنين اشتريت اللي كان ارخص كتير من ما كانش كان اظن كان مكسيكي. اشتريت وفضلت على المكسيكي لاني لقيت اني مفيش اي مبرر لغلو السعر مع ان الجيتار ده انا بفضله اكتر. فالحكم على الجيتار بيبقى باحساسك انت وانت بتعزفه ودنك وانت بتسمعه. عمر ما تفكر في السعر لو جابولي جيتار عشرين الف جنيه تمن ومسلا وعزفته ما عجبنيش ولا يسوى جنيه عندي. وجابولي جيتار بسبعين تمانين مية جنيه وعزفته وعجبني بقى هو ده احسن جيتار عن هو ده كده. فالجيتارات ما فيهوش القيمة العالية او القيمة الواطئة روح بنفسك وجرب واسمع وجرب احساسك في العزف ايه? هتحب الجيتار ولا مش هتحبه لو حبيته خلاص. هو ده الجيتار اللي ناسبك. سؤال من لايث محسن بيقول يا استاذ الجميل والعزيز عندي سؤال از عرفنا المقامات وحددنا اي اغنية وعرفنا المقام الخاص بها. هل يعني هذا ان النوتات الاغنية كلها من داخل المقام? انما هناك بعض النوتات خارج المقام. طبعا بممكن يبقى فيه نوتات خارج المقام. ودي شطارة الملحن ان هو ممكن يكتب الاغنية مش من مقام واحد. ممكن مقام وبيطلع منه على مقام ويرجع تاني على مقام. ففي خلال حتة الزغيرة دي اللي غير فيها المقام دوت بيتلاقي فيها نوت من مقام تاني. والهارمون اللي وراها برضو من مقام تاني. ودي بتبقى شطارة من الملحن. ليه? انت لو سمعت المقام واحد وجملة ثابتة واقاع ثابت للشعر. انت هتمل الودن هتمل. مجرد ان هو عملك مفاجأة انه طلعك لمقام تاني واللاي قوي على المقام الاولاني. وطلعك ان اه خرجك من المود الاولاني دخلك مود تاني ورجعك تاني. وبعد كده بسلاسة برضو دي شطارة من العازف. اه دي شطارة من الملحن الموسيقى. سؤال من حازم بيقول انا بحاول اتعلم فنجر ستايل بس ما بعرف عازف بدون اظافر. ولما بطولهم بيبقى شكلهم بشكل ايدي غير مقبول في بديل عن الاضافر. بصراحة هي كانت مشكلة قابلتني برضو لان اما بتطول اضافر اليد اه الى طول معاين يعني مش نافع اسلاميا ومش نافع اه اجتماعيا وانا هكره ايدي ويعني يبقى الموضوع مش مش لطيف. ولكن حوالك قدامك ده مكسكتين. اه انت مش محتاج الدفر نفسه يبقى طويل مسلا كتير خالص. لهو يا دوبك بس الدفر يبقى برا اللحم. لو انت قدرت تزبط اطول الاضافر دايما ما تبقاش اطول من الطول المناسب اللي هو يا دوبك اه دفر نص ميلي برا اللحم نفسه اللي تقدر تعزف خلاص. هتحل المشكلة دي ومش هبقى طول الاضافر بتاعك من دايقك لانه مش هيبقى طويل قوي زي ما الناس فاكرة او الناس العازفين بيعملوا يعني. اه الحل التاني انك انت تستعمل المخالب. فيه مخالب بتتبع كده تتلبس في الايد وبتعيد عن طول الاضافر انك انت تعزف بها هي طبعا مش افضل من انك انت ايدك الطبيعية تبقى حاسس بيها يعني. بس ما اعتقدش انك انت محتاج تطول الاضافر اطول من اللحم كتير خالص. هي يا دوبك نص ميلي فوق اللحم يا دوبك الزفر هو اللي بيبقى لامس الوطر مش الحتة بتاعت اللحم بتاعت الاصبع يعني. وبالتوفيق يا حبيبي. سؤال من تركي بيقول لازم بكل اغنية اعزفها دوزن الجيتار. وممكن تحطلنا نقطة صفحة وطويتها. الصفحة وطويتها انا من الاسف ما سمعتش الاغنية دي فاحاول اعملها في المستقبل. اه اما بدون اه قبل كل اغنية لازم تدوزن الجيتار ده اه طبعا ده بيسموه عادة عادة حميدة لعازف الجيتار. انك انت بين الاغاني تبقى بتتأكد ان الجيتار بتاعك بداوزن صح. بالذات الجيتارات الرخيصة بتغير التون بتاعها على طول. او الجيتار لما بتحط في بيئة ويخرج لبيئة تانية. يعني لما مسلا يبقى الدرجات الحرارة مختلفة من البيئة للبيئة فلازم تتأكد ان الجيتار خلاص خد كل درجة الحرارة اللي موجودها فيها الغرفة. فانت بين اغنية والاغنية بتتأكد انك انت فعلا مزبوط الجيتار. آآ تالت سبب بيبقى لما بتشتري اوتار جديدة. لما بتشتري اوتار جديدة الاوتار الشد بتاعها بيكونش لسه ما اكتملش الاخر ما ده. فبتلاقيها لسه برضو بتعمل موضوع ده ان هو يبتدي تشد شوية كأنك بتشد استك. فطبعا بين اغنية واغنية لما بزات لما يكون مغير الجيتارات الجديد لازم بتتأكد ان الدزان بتاع الجيتار صح. بالنسبة لاخواننا بتاع الجيتارات الكلاسيك بيحط على الجيتار وبين الاغنية والاغنية يدوس التيونر اكت بس ان كل الاوتار مزبوطة. اخواننا بتاع الجيتارات ممكن يستعمل التيونر دوت. او في بعض البدالات بتاعت الارض آآ بيبقى فيها تيونر. فبتدوس برجلك البدال وبتاعتك حتى الصوت ما بيطلعش من الامبليفار لان البدال بيوقف الصوت. فبتقدر تسمع بتقدر بالزبط تتأكد ان الجيتار بتاعك مزبوطة على التيونر من غير حتى ما الناس تحس انت بتعمل ايا. ودي كان اخر الاسئلة لهذه الحلقة. واتمنى لكم التوفيق كل سنة وانتو طيبين. واشوفكم الحلقة الجاية. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة